تحية لكم مشاهدين وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية الخاصة من زاكروس حول مراسم أداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان المنتخب نيجيفان بارزاني حيث سنكون معكم أنا ديار بكر ودلشين صوفي في هذه التغطية الخاصة من خلال شبكة مراسلينان في مكان هذا الحدث الهام في قاعة ساعة عبدالله المكان الذي سيدلي فيه رئيس الأقليم اليمين القانونية أيضا نعم ديار صباح الخير عليك وصباح الخير على جميع المشاهدين وأهلا بكم إلى هذه التغطية المباشرة حيث في هذا اليوم بالإضافة إلى وصول الوفود والضيوف من مطار أربيل الدولي وأيضا التحليل من خلال استضافة الخبراء والمحللين حول أهمية هذا الحدث على مستوى أقليم كردستان وعلى المستوى العراقي والمنطقة بشكل عام ومن المؤمل أن يشارك اليوم في هذه المراسم وتنصيب نيتشيفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان شخصيات عدة وبعثات دبلوماسية ودولية نعم إذن هذا الحدث الهام والذي يعتبر حدثا كردستانيا بامتياز ومهما على مستوى الأقليم بالإضافة على مستوى العراقي ككل والمنطقة هناك اهتمام دولي وأقليمي بهذه المراسم حيث هناك وفوت من خارج الأقليم ومن باقي المناطق العراقية الأخرى بالإضافة إلى البعثات الدولية والأمم المتحدة للمشاركة في مراسم أداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان المتخب نيتشيفان بارزاني كونوا معنا وهذه التغطية الخاصة نعم مشاهدين ديار بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية والدولية سنكون مع مراسلين في محافظات أقليم كردستان والعاصمة بغداد لمعرفة أراء المواطنين حول هذا الحدث الكردستاني المهم من أربيل والسليمانية ومن بغداد وكافة المحافظات نعم بالتأكيد إذن مستمرين معكم مشاهدين وهذه التغطية الخاصة موسيقى ترجمة نانسي قنقر نعم مشاهدين الآن استكملت استعدادات مراسم أداء رئيس أقليم كردستان المنتخب نيتيرفان بارزاني اليمين القانونية التي ستجري وتبدأ في تمام الحادي عشر من ظهر اليوم وذلك بحضور العديد من الشخصيات السياسية داخل الإقليم وخارجه إلى جانب ممثلي دول العالم في أربيل وكافة المدن والمحافظات الأخرى والمدن والدول الأوروبية حيث أفاد مراسل الزاقروس عربية بأنه تم تزيين الشوارع المؤدية من مطار أربيل الدولي إلى قاعة سعد عبد الله بعلامي كردستان والعراق وانتخب نيتيرفان بارزاني في الثامن والعشرين من أيار الماضي من قبل برلمان كردستان رئيسا للأقليم بأغلبية الأصوات والبرلمانيين الحاضري نعم إذن مشاهدين هذا الحدث الكبير الكردستاني مراسيم أداء اليمين القانونية لنيتيرفان بارزاني رئيسا لأقليم كردستان طبعا الجلسة هي جلسة مفتوحة اليوم لبرلماني أقليم كردستان ولكن تم اختيار قاعة سعد عبد الله وذلك بسبب الحجم الكبير للحضور والضيوف والوفود المشاركة في جلسة اليوم حيث من المؤمل أيضا أن يكون هناك جلسة أخرى يوم غد أيضا يتم فيها ترشيح أو تحديد أيضا مسرور بارزاني رئيسا أو تكليف مسرور بارزاني كرئيس لحكومة أقليم كردستان وتشكيل كابنته الجديدة مشاهدين نتابع أكثر في هذا التقرير يعقد برلماني أقليم كردستان جلسته الاثنين لتنصيب رئيس أقليم كردستان الجديد نيشيرفان بارزاني عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني قادر كريم السنجري قال إن الجلسة الخاصة بتأدية اليمين الدستورية لرئيس أقليم كردستان ستعقد ما دامت موافقة للقانون ولا يوجد أي تأجيل فيها من جانبها دعت رئاسة برلماني أقليم كردستان جميع النواب للحضور إلى الجلسة الاعتيادية الخاصة بأداء اليمين من قبل الرئيس المنتخب لأقليم كردستان وكان برلمان كردستان قد انتخب يوم الثامن والعشرين من أيار الفين وتسعة عشر نيشيرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان حيث حصل على ثمانية وستين صوتا من بين واحد وثمانين نائبا كانوا قد حضروا جلسة انتخابه ليبدأ بذلك مرحلة سياسية جديدة بعد ثمانية عشر سنة متواصلة من شغله منصب رئيس وزراء الإقليم ويقول مسؤولون إن بارزاني سيؤدي القسم ضمن مراسم رسمية يحضرها كبار زعماء ودبلماسيون من العراقي وخرجه وخلال المراسم سيؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية وسيلقي خطابا على الحضور وشعب إقليم كردستان هذا ويمهل القانون رئيس الإقليم ثلاثين يوما لدعوة المرشح إلى تشكيل حكومة على أن يكون ذلك من تأريخ أداء اليمين القانونية أمام النواب نعم مشاهدين إذن تغطيتنا مستمرة على طوال مدار اليوم وتنضم معنا الآن مراسلتنا سليل عصام مباشرة من أربيل وبالتحديد قاعد سعد عبد الله سليل صباح الخير عليك ما الجديد لديك حول الوفود والبعثات الذين سيحضرون اليوم ومنهم الشخصيات الأبرز الذين سيحضرون هذا الحدث المهم اليوم صباح الخير درشين عليك وعلى جميع المشاهدين لقناة زاكروس الفضائية طبعا الآن أنا في قاعة سعد عبد الله في مدينة أربيل حيث تقام مراسيم القسم القانونية لرئيس الأقليم نجيرفان بارزاني طبعا هذه المراسيم تقام تحت أجواء أمنية مشددة وكذلك استعدادات أمنية حول القاعة وكذلك حول مدينة أربيل طبعا هذه الاستعدادات الأمنية تشمل استعدادات لوجستية وقانونية وكذلك استعدادات عدة أمنية لاستعدادات بروتوكولية أيضا لإتمام هذه المراسيم بشكل آمن ودون أي خروقات هذه الاستعدادات أيضا تكون كبيرة بشكل كبير وذلك لوجود عدد كبير من ممثلي دول العالم وكذلك بحضور ممثلين من قليم كردستان وكذلك من العراق حيث تمت دعوة الرئاسات الثلاث في العراق وكذلك تمت دعوة العديد من القادة السياسيين العديد من البرلمانيون في برلمان العراق الحكومة المركزية وكذلك تمت دعوة العديد من المثلي دول العالم في إقليم كردستان وكذلك في جميع أنحاء العراق طبعا جلسة البرلمان سوف تكون مفتوحة اليوم طبعا بعد المراسيم جلسة البرلمان ستعقد وستكون مفتوحة حتى يوم غد وذلك بعد تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه أو تقديم مسرور برزاني رئيسا للوزراء طبعا بعد تقديمه سوف يقوم رئيس الأقليم جيربان برزاني بتكليفه لتشكيل الحكومة لمدة 30 يوم منذ التكليف طبعا أيضا في قاعة سعد عبد الله اليوم تم تخصيص قاعتين كبيرتين فقط للمراسلين بشاشات كبيرة لعرض أهم المعلومات والتفاصيل التي تقام اليوم وكذلك ستكون القاعة الكبرى في القاعة مخصصة للضيوف من الممثلين والسياسيين والقاد السياسيين طبعا كذلك سيحضر اليوم ممثلي وأعضاء الأحزاب الكردية السياسية في جميع أنحاء أقليم كردستان وكذلك سيكون هناك حضور كبير لسياسيين من مختلف العالم وذلك دعما لهذا الحدث الكبير طبعا دلشين سيكون هناك العديد أيضا من الكلمات ستكون هناك كلمة أيضا لنجيرفان بارزاني وكلمات للعديد من السياسيين وعديد من ممثلي الدول اليوم من خلال المراسيم أيضا سننقلها لكم طبعا الآن هناك استعدادات كبيرة كذلك استعدادات لنقل هذه الأحداث حيث ستتم في الساعة الحادي عشر بداية لإداء مراسيم القسم طبعا في الثاني عشر من شهر آيار تم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الأقليم وفي الثامن والعشرين من شهر آيار تم انتخاب رئيس أقليم كردستاني جيرفان بارزاني وهذا طبعا بعد ذلك تم تحديد اليوم لإداء القسم القانوني وسيكون يوم غد هو موعد تشكيل حكومة أقليم كردستان بداية عفوا بداية تشكيل حكومة أقليم كردستان وذلك بتكليف مسرور بارزاني من قبل رئيس الأقليم جيرفان بارزاني لتشكيل حكومة لمدة ثلاثين يوما وذلك بعد عامين من الانتخابات طبعا سيكون هناك أيضا مراسيم أخرى لانتهاء القسم القانوني سيكون معكم طبعا لنقل جميع هذه الأحداث نعم سليل إن كنت تسمعني أيضا تحدثت عن الوفوت والضيوف المشاركة هل بدأت فعلا هذه الوفوت والضيوف تتوالى في الدخول إلى قاعة ساعة عبد الله وأيضا إن توفت لديك معلومات حول أسماء بارزة مثلا سواء كانت شخصيات عراقية بارزة أو رسمية أو حتى دولية ستشارك في مراسيم اليوم والعدد التقريبي إن توفت لديك معلومات حول العدد التقريبي للمشاركين والضيوف في مراسيم اليوم ديار كما قلت لك بأن العديد من الشخصيات السياسية من دول العالم وكذلك من أنحاء العراق ومن إقليم كودستان اليوم تتوافد إلى قاعة ساعة عبد الله حتى الآن هناك توافد كبير لعدد كبير من السياسيين عضاء من البرلمان وكذلك عدد من سياسي الحكومة المركزية في العراق لكن حتى الآن لم تصل الوفود أو ممثلي الدول العالم الآن التوافد ضعيف لكن بعد قليل بالتأكيد سيكون هناك توافد بشكل كبير للقاعة وذلك لبدء المراسيم طبعا كما قلت لك بأن هذه المراسيم وهذه الوفود ستكون بشكل كبير وبشكل حاشد وذلك لتشجيع هذه العملية وهذه المراسيم وذلك لتقديم القاسم القانوني في هذه القاعة عن ديار نعم سليل مراسلتنا كنت معنا من قاعة سعد عبد الله في أربيل شكرا لك وسنحاول العودة إليك في أوقات لاحقة نعم بالتأكيد درشين وسننتقل إلى شبكة مراسلين أيضا ينضم إلينا غسان خضر من دهوك أيضا لمتابعة هذا الحدث وردود الفعل الشارع الكردستاني بشكل عام حول هذا الحدث الكردستاني الهام أداء مراسيم اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان المنتخب نيتشرفان بارزاني غسان خضر أهلا ومرحبا بك في هذه التغطية الخاصة أنقل لنا أجواء محافظة دهوك في متابعة هذا الحدث صباح الخير ديار صباح الخير أيضا لدلشين والزملاء في أربيل في الحقيقة يعني ردود فعل الناس حول أداء اليمين الدستورية للرئيس نيتشرفان بارزاني تتمحور حول ثلاث نقاط أساسية بالأمس أجرينا مقابلات مع الناس كلهم يعني يشتركون في ثلاث نقاط أساسية تجتمع في شخصية الرئيس نيتشرفان بارزاني الأولى هي أنه شخصيته له حنكة سياسية استطاع في خصوصا يعني الفترة الخمس سنوات الأخيرة التي مر بها أقليم كردستان والعراق بسرعة ما كانت يعني فترة حرجة شهدت تنامي ظاهرة الإرهاب وهذه الفترة يعني كانت اختبارا قويا في الحقيقة كل الناس يجمعون على أن الرئيس نيتشرفان بارزاني استطاع في هذه الفترة أن يكون علاقات قوية مع دول الجوار فيما يخص أيضا قوات البشمرقة استطاع أن يجري علاقات قوية واستطاع أيضا أن قوات البشمرقة كانت تدرب من قبل قوات أجنبية أيضا تحظى بالسلاح أحدهم قال مصطلح في الحقيقة عجبني جدا قال بأن الرئيس نيتشرفان بارزاني هو مهندس أقليم كردستان وهذا المصطلح يعني أعتقد هو دقيق على الرغم أنه صدر من شخص يعني مواطن عادي من الشارع قال أنه هو مهندس أقليم كردستان فيما لو أسقطنا هذا المصطلح على أقليم كردستان على شخصية الرئيس نيتشرفان بارزاني هو فعلا استطاع من هندسة الأقليم في الفترة الأخيرة أيضا العلاقات العراقية الكردستانية كانت متوترة في السنتين الأخيرتين بعد أحداث 16 من أكتوبر ورئيس نيتشرفان بارزاني استطاع أيضا من خلق انسجام عراقي كردستاني في هذه الفترة وأخرج كردستان من أزمة في الحقيقة كانت أزمة كبيرة حدثت بعد أحداث أكتوبر وأحداث كاركوك أيضا القضية الثانية التي يجمع عليها الناس بأنه الأزمة الاقتصادية التي مر بها أقليم كردستان شخصية الرئيس نيتشرفان بارزاني وهي شخصية يعني البعض يقول أنها شخصية أقرب إلى البزنز وهو شخصية تنموية وبالتالي استطاع من حل هذه الأزمة والآن في السنة الأخيرة كما شاهدت الأزمة الاقتصادية في أقليم كردستان حلت بعد أن أرسلت رواتب موظفي أقليم كردستان من بغداد القضية الثالثة هي العلاقات القوية أيضا هي شخصية دبلوماسية استطاع أن يكون علاقات قوية مع دول الجوار ودول المنطقة كلها وحتى دول العالم وبالتالي هذه النقاط الأساسية كل الناس يجمعون عليها ربما لم يقولها بهذه الطريقة ولكن هم قالوها بلغتهم أن شخصية الرئيس نيتشرفان بارزاني هي الشخصية التي يمكن أن تحقق لأقليم كردستان كل الطموحات التي يرغب إليها خصوصا وأن أقليم كردستان يعيش في دول محاطة بأزمات كثيرة بعد تداعيات الربيع العربي نعم ديار مجدد على شخصية نيتشرفان بارزاني تحدث بأنه هو مهندس أقليم كردستان يعني أيضا متابعة لهذا الحدث يلي هذا الحدث أيضا حدث آخر وهو ترشيح مسرور بارزاني كرئيس لحكومة أقليم كردستان حسب ما هو متعارف عليه ويسمى شعبيا أيضا بأن نيتشرفان بارزاني كان مهندسا لأعمار والبناء في أقليم كردستان ومسرور بارزاني أيضا مهندسا للأمن والسلام في أقليم كردستان وسط كل هذه الأحداث التي مرت بالمنطقة ولكن استطاع الأقليم المحافظة على أمنه وسلامه والتعايش الموجود فيه بين جميع مكوناتهم السؤالي هو غسان إلى أي حد يستبشر الكردستانيون بهاتين الشخصيتين نيتشرفان بارزاني كمهندس لأعمار والبناء وأثبت ذلك خلال السنوات رغم الأزمات الأمنية والاقتصادية التي عصفت بأقليم كردستان والمنطقة عموما وأيضا شخصية الأخرى مسرور بارزاني مهندس السلام والأمن الذي يتولى تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة أقليم كردستان وبشكل عام الكردستانيون وأشارع الدهوكي بشكل خاص نعم في الحقيقة بقي شيء أخير عن شخصية الرئيس نيتشرفان بارزاني نحن أجرينا مقابلات تعمل أشخاص يعني هم غير كرد موجودين هنا في دهوك وجهة نظرهم متشابهة متطابقة أستطيع أن أقول مئة بالمئة مع وجهة نظر الكردستانيين أو الكرد الموجودين هنا في دهوك يعني هناك توافق على الشخصية فيما يخص شخصية مسرور بارزاني كرئيس لوزراء أقليم كردستان أحدهم قال بأن هاتين الشخصيتين هي تخلق انسجاما أحدهم مهندس رئيس نيتشرفان بارزاني مهندسا للتنمية في كردستان والثاني مهندسا للأمن يعني كما تعلم أنه الفترة الأخيرة هي أصعب مرحلة مرة بها أقليم كردستان وستطاع أن يتجاوزها بوجود مهندس الأمن والسلام وهو بشخصية رئيس زراء أقليم كردستان مسرور بارزاني هاتين الشخصيتين أحدهم قال لي أحد الأشخاص أستاذ في جامعة دهو قال لي بأن هذه الشخصية هي الشخصيتين يمكن أن يخلقا انسجاما قويا وهي متوازنة جدا وتستطيع أن تخرج أقليم كردستان من نعم إذن نبدو أننا فقدنا السورة مع مراسلنا غسان خضر من دهوك ولكن سنتابع معه في أوقات لاحقة سواء مع غسان أو سليل أو أيضا مع بقية مراسلين لمتابعة هذا الحدث ولكن مستمر معكم مشاهدين وهذه التغطية الخاصة حول أداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان نيتشيربان بارزاني كونوا معنا ترجمة نانسي قنقر مشاهدين أهلا بكم من جديد إذن مستمر معكم في هذه التغطية الخاصة والصور الحية التي ستأتينا من جميع المناطق حول هذا الحدث أداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان نيتشيربان بارزاني حيث من المؤمل أن يشارك شخصيات أو تشارك شخصيات عديدة دولية وأيضا أقليمية ومن البعثات الدولية والمنظمات في هذا الحدث وننتقل بكم مشاهدين إلى مطار أربيل الدولي حيث من المؤمل أن يصل وفد إيراني أيضا للمشاركة في هذه المراسيم إن كانت الصور جاهزة إذن مشاهدين هذه الطائرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وبانتظار وأيضا هناك طائرات أخرى أيضا تصل للمشاركة أيضا أو لصول الوفود المشاركة لأداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان هذه الصور الحية تأتينا مباشرة من مطار أربيل الدولي وكما نشاهد مشاهدين طائرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإضافة إلى طائرات أخرى أيضا تصل تباعا للمشاركة في هذه المراسيم وهذا الحدث الهام إذن حركة كبيرة تشهدها أو يشهدها مطار أربيل الدولي اليوم من وفود دولية وبعثات وضيوف وشخصيات عراقية كبيرة أيضا إلى أقليم كردستان للمشاركة في أداء مراسيم اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني في قاعة ساعة عبدالله في هذه الجلسة المفتوحة لبرلمان أقليم كردستان ترجمة نانسي قنقر نعم مشاهدين الوفود ومجيئها إلى أقليم كردستان لحضور مراسم تنصيب نيتشيرفان بارزاني لتنصيبه كرئيسا لأقليم كردستان مستمرون حيث وصلا مار اختيوص أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثودكسية في العالم إلى أربيل للمشاركة في مراسم أداء نيتشيرفان بارزاني اليمين القانونية رئيسا لأقليم كردستان اليوم الاثنين وذلك في الساعة الحادي عشر من ظهر اليوم بتوقيت أربيل وقال البطريرك في لقائه أمام جمع من الصحفيين وأثناء استقباله من قبل وزير داخلية الأقليم كريم شنغالي في أنهم كمسيحيين يصلون من أجل الأقليم وحكومة الأقليم وشعبهم لاحتضانهم المسيحيين وذلك في الأيام التي نزحوا فيها من لينوى إلى أقليم كردستان نحن دائما نصلي من أجل السلام دائما نصلي من أجل توفيق لكل حكام هذه المناطق واليوم ونحن موجودون في أربيل في أقليم كردستان نصلي من أجل هذا الأقليم من أجل حكومة هذا الأقليم من أجل شعب هذا الأقليم ونتمنى أن يعمى الأمن والسلام في هذا الأقليم المبارك وفادي الأرض الطيبة إذن مشاهدين مستمرين معكم وهذه التغطية الخاصة وأيضا الصور الحية التي ستأتينا من جميع الأماكن التي تشهد هذا الحدث الهام في سواء من قاعة ساعة عبدالله القاعة التي ستشهد إجراء جلسة برلمان كردستان المفتوحة بالإضافة إلى مطار أربيل الدولي الذي يشهد حركة كبيرة للوفود هذا هو نيجيرفان بارزاني هذه الصور الحية تأتينا مباشرة من مطار أربيل الدولي نيجيرفان بارزاني الرئيس المنتخب لأقليم كردستان الذي من المؤمل أن يدل اليوم بأداء اليمين القانونية أمام حجد كبير إذن هذا هو وزير الخارجية التركي تشاوي شغلو يصل إلى مطار أربيل ويستقبله نيجيرفان بارزاني إذن يبدو أن أول المشاركين أو أول الحضور إلى مطار أربيل الدولي تشاوي شغلو وزير الخارجية التركي الذي يصافح نيجيرفان بارزاني وللمشاركة في أداء هذه المراسيم بالضافة كانت هناك طائرات أخرى للجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا هو قباط طالباني بالضافة إلى فلاح حسن وكريم شنغالي وبالضافة إلى محافظة أربيل وسفين دزي أيضا وشخصيات حكومية كردستانية في استقبال وزير الخارجية التركي تشاوي شغلو كان هناك أيضا طائرات أخرى لدول أخرى كان هناك طائرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالضافة إلى المنتظر أو المؤمل أن تشارك أيضا شخصيات دولية وبعثات دولية اليوم في مراسيم أداء اليمين القانونية لرئيس أقليمي فردستان مشاهدين مستمرين معكم وهذه الطفية الخاصة حول أداء اليمين القانونية لرئيس أقليمي كردستان نيتجيرفان بارزاني إذن دلشين بإضافة إلى الشخصيات أيضا هناك ردود فعل شعبية حول هذا الحدث نعم هناك ردود فعلية ردود فعل لمواطني أقليم كردستان ومطالب من مواطني أقليم كردستان وحتى من محافظات العراق سواء من مواطني العراق أو النازحين من محافظات نينوى إلى أقليم كردستان يطالبون السيد نيتجيرفان بارزاني الرئيس المنتخب لأقليم كردستان بعدة مطالب إذن وصف المواطنون من مدينة السليمانية أداء الرئيس المنتخب لأقليم كردستان نيتجيرفان بارزاني القسم القانوني بالخطوة المهمة لتحقيق مكتسبات أكثر لكردستان خاصة أن نيتجيرفان بارزاني لديه الكاريزمة السياسية لتحقيق كل ذلك بحسب تعبيرهم نتابع غدا هو يوم تاريخي للشعب كردستان عندما يؤدي الرئيس المنتخب لأقليم كردستان سيد نيتجيرفان بارزاني القسم القانوني وذلك لأن سيد نيتجيرفان بارزاني له باع طويل في السياسة وخبرة في القضاء على الأزمات وخلق جسور الحوار مع بغداد في أكثر من محطة وأعتقد أن شعب كردستان لديه التفاؤل والأمل الكبيرين في شخصية السيد نيتجيرفان بارزاني أداء القسم القانوني هي خطوة جيدة لاستقرار وتقدم أكثر لكردستان وسيد نيتشرفان بارزاني كان رئيسا لحكومة كردستان والآن أصبح رئيسا للإقليم وأتمنى أن يبقى على نفس الخطأ خاصة وأنه يملك من الخبرة السياسية الكثيرة لجعل كردستان قوية بشكل أكثر أداء الرئيس المنتخب لإقليم كردستان نيتشرفان بارزاني القسم القانوني هي خطوة مهمة جدا وحضارية وهو شخصية يملك الكارزمة السياسية المتميزة وتجده دوما في المواقف الصعبة سيما فيما يخص العلاقات بين بغداد وأربيل وأنا متأكد أنه سيقوت كردستان خلال الأربع سنوات المقبلة نحو التطور والتقدم بشكل كبير بالنسبة لانتخاب السيد نيتشرفان بارزاني لرئاسة تقليم كردستان أعتقد أنه الشخص المناسب في المكان المناسب خاصة وأنه يملك تاريخ سياسي عريقة واستطاع القضاء على الكثير من الأزمات خاصة الاقتصادية منها وشكل جسرا للحوار بين بغداد وأربيل وكشاف في كردستان لدي أمل كبير بشخصية السيد نيتشرفان بارزاني وأن تكون السنوات الأربع المقبلة سنوات خير على الجميع اشتركوا في القناة الخاصة وفي نقل وقاعع هذه الحدث الهام لأداء يمين اليمين القانونية لرئيس عقليم كردستان نيتشرفان بارزاني يعني دلشين يدى أن هناك تفاول كبير في الشارع الكردستاني أيضا بتسنم هاتين الشخصية نيتشرفان بارزاني كرئيسا لأقليم كردستان وأيضا من المقارنة أو من المؤمل لن يكون هناك تكليف من قبل نيتشرفان بارزاني أيضا لمسرور بارزاني أيضا بتشكيل كابنته هناك تفاول كبير أيضا كما عشر إليه مراسلنا أيضا غسان نعم على خلاف المستوى الكردستاني على المستوى العراق حيث هنأت النخب العراقية في بغداد السيد نيتشرفان بارزاني المنتخب لرئاسة أقليم كردستان بمناسبة ترديده اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كردستان وبيّن استطلاع الرأي في بغداد إيمان العراقيين بقدرة نيتشرفان بارزاني على قيادة تفاة العراق وأقليم كردستان بالتحديد نحو بر الأمان نتابع شخصية نيتشرفان بارزاني نستطيع أن نصف بأنها شخصية سياسية محنكة يمتلك كارزمة بالإضافة إلى كان هناك بعض الملفات التي كان هو حقيقة عندما كان رئيس حكومة أقليم كردستان أعتقد كان له دور كبير جداً في حل حل بعض الملفات مع حكومة المركزية أعتقد اختيار نيجرفان بارزاني كممثل لحزب الدموقات وباتفاق مال التحدي الوطن أعتقد هذه الشخصية شخصية مناسبة لمثل هكذا مرحلة وكذلك يعول عليك شخصية بحل حلة بعض الملفات التي هي علاقة هو سبب أنه بعض الشخصيات لا تريد أن يكون هناك استقرار سياسي وحل حلة الملفات العالقة ما بين أقليم كردستان وبرداد وأعتقد سوف تكون رئاسة تقليم كردستان مقبل نيجرفان بارزاني فاتحة خير باتجاه الوصول إلى نتائج ترضي كل الأطعاف نيجرفان بارزاني لا شك هو فيه جميع الصفات والشرائط التي ممكن أن تتوفر بأي شخصية بهذه الشخصية تستلم مثل هذه المناصب الحساسة والمهمة لا شك أن نيجرفان بارزاني يستطيع أن يتجاوز هذه المرحلة ويتجاوز هذه الأزمة مع شدة الخلاف بين بغداد وأربيل يعني اليوم عندما نتحدث عن سيد نيجرفان بارزاني لربما نتحدث عن شخصية عراقية يعني ليس هناك من تقسيم ما بين شخصية كردية وشخصية عربية هو شخصية سياسية عراقية ستحسب إلى البلاد مستقبلا حتى الرجل يعني في جوانب الشخصية يعني هو رجل بسيط يتواجد مع الناس في أكثر من مكان يعني من أشد المتابعين حقيقة طبعا لا يوجد بالعالم رجل سياسي لا توجد له انتقادات لكن بالمحصلة الرجل سياسي عالم فاهم بأوضاع العملية السياسية في كردستان وفي العراق يعول عليه ليس فقط الشارع الكردي بل الشارع العراقي يستطيع قول هذا اليوم هناك توجه في العراق لتفتيت كل المشاكل العالقة وتقريب وجهة النظر بين الحكومتين واعتقد اليوم شخصية السيد نيجرفان بارزاني في حال ان استثمر هذه العوامل أو هذه الشخصية الكارزمة بعلاقاتي الطيبة مع حكومة بغداد سيحقق شيئا بنوع من التطور ما بين العلاقات ما بين المركز والإقليم بما يتعلق بالصادرات النفطية رواتب الموظفين في داخل كردستان واليوم لا بد أن يكون هناك نهاية لهذا المطاف العسير ونوع من العلاقات المتوترة التي تشهدتها بغداد وحكومة أقليم كردستان على مدى تاريخ من المهاترات السياسية والمنحرات السياسية في هذه المواضيع على وجه التحديد أعتقد أن هذه الشخصية تتمتع بكارزمة وحضور سياسي قوي على اعتبار أنه يمتلك صلاة من العلاقات والاتصال ما بينه وبين بعض الشخصيات المؤثرة وفاعلة على صورة المشهد السياسي في الحكومة الاتحادية أتصور أن التصويت على شخص سيد نجيرفان برزاني كرئيس لحكومة أقليم كردستان سيكون هو عامل امتصاص لجملة من المشاكل العالقة ما بين بغداد وأربيل من جانب آخر ما بين حكومة الاتحادية هذا الشخص سيكون له حظوة في الدفع باتجاه حلحلة هذه المشاكل العالقة لا سيما مشاكل النفط وكركوك والمادة 140 وبقية المشاكل العالقة ما بين الجانبين نعم مشاهدين تغطيتنا مستمرة لهذا اليوم ومراسم تنصيب نجيرفان برزاني كرئيس لإقليم كردستان وبالإضافة إلى مراسلين في المحافظات العراقية وفي إقليم كردستان وينضم معنا في الستوديو الدكتور محمد شهاب أستاذ جامعي دكتور أهلا وسهلا بك معنا اليوم بهذه التغطية أهلا ورحمة ومشاهدين نتابع هذا التقرير ونعود يعقد برلمان إقليم كردستان جلسته الاثنين لتنصيب رئيس إقليم كردستان الجديد نيشيرفان بارزاني عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني قادر كريم السنجري قال إن الجلسة الخاصة بتأدية اليمين الدستورية لرئيس إقليم كردستان ستعقد ما دامت موافقة للقانون ولا يوجد أي تأجيل فيها من جانبها دعت رئاسة برلمان إقليم كردستان جميع النواب للحضور إلى الجلسة الاعتيادية الخاصة بأداء اليمين من قبل الرئيس المنتخب لإقليم كردستان وكان برلمان كردستان قد انتخب يوم الثامن والعشرين من أيار الفين وتسعة عشر نيتشيرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان حيث حصل على ثمانية وستين صوتا من بين واحد وثمانين نائبا كانوا قد حضروا جلسة انتخابه ليبدأ بذلك مرحلة سياسية جديدة بعد ثمانية عشر سنة متواصلة من شغله منصب رئيس وزراء الإقليم ويقول مسؤولون إن بارزاني سيؤدي القسم ضمن مراسم رسمية عماء ودبلماسيون من العراقي وخرجه وخلال المراسم سيؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية وسيلقي خطابا على الحضور وشعب إقليم كردستان هذا ويمهل القانون رئيس الإقليم ثلاثين يوما لدعوة المرشح إلى تشكيل حكومة على أن يكون ذلك من تاريخ أداء اليمين القانونية أمام النواب مشاهدين أهلا بكم من جديد ومستمرين معكم في هذه التغطية الخاصة حول أداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يعني إضافة إلى متابعتنا لهذا الحدث من خلال شبكة مراسلنا في جميع المدن الكردستانية بالإضافة إلى الوقوف حول هذا الحدث وهذه المراسيم المهمة من خلال الستوديو التحليلي في استوديوهات زاكروس نرحب مرة ثانية بالدكتور محمد شهاب الأستاذ الجامعي يعني الدكتور بداية رأينا من خلال هناك تعويل شعبي واهتمام وتفاول كبير شعبي كردستاني إضافة أيضا سياسي كردستاني بتنصيب أو تسنم نيجيرفان بارزاني لهذا المنصر الرئيس أقليم كردستاني إضافة إلى أن هناك أيضا ترحيب شعبي وسياسي عراقي أيضا حول شخصية نيجيرفان بارزاني لماذا برأيك؟ بداية أن أشكركم دعوتي لبرنامج الترحيب الداخلي والترحيب العراقي بتنصيب السيد الرئيس نيجيرفان بارزاني يعود إلى أن الرجل هو رجل قيادي ومجرب سيد نيجيرفان بارزاني كان رئيسا للحكومة الأقليم بعد سقوط نظام البعث يعني بعد وضع الدستور العراقي لحد اليوم هو رئيس حكومة الأقليم لحين قيامه أو أدائه اليمين الدستورية وهو رجل مجرب من ناحية الإدارية والقانونية وحتى من ناحية السياسية في علاقاته بين أحزاب داخل أقليم كردستان وعلاقاته الأقليم بالعراق وعلاقات الأقليم بدول الجوار وحتى بدول الخارجية هذا التجربة أعطى فكرة حسنة لدى الشعب أقليم كردستان وحتى الشعب العراقي عن شخصية السيد الرئيس نيجيرفان بارزاني ذلك نرى هذا الترحيب ونتوقع أن التغطية بشمل جزء صغير من الدعم الموجودة في عيون الشعب للسيد الرئيس نيجيرفان بارزاني نعم دكتور محمد ما بالنسبة إلى رؤى الكردستانين هل تجدها مشجعة لتشكيل حكومة قوية تنجز كافة مطالب المواطنين في أقليم كردستان؟ النظام الدستوري المتبع في أقليم كردستان مشكل من يكون الحكومة أو السلطة التنفيذية من جزئين رئاسة الأقليم والحكومة التي أشارتي لحضرتك حاليا أدى السيد الرئيس الأقليم الذي هو الجزء الأقوى في داخل الحكومة أو نقل نصف الحكومة أو نصف السلطة التنفيذية يؤدي الرئيس اليمين الدستورية يبقى الجزء الآخر الذي هو تشكيل الكابنة ودعم الأحزاب لا أنا أتوقع في خضم قيادة السيد الرئيس نيجيرفان بارزاني للبلاد راح تكون عملية تشكيل الحكومة أيضا سلسة وليس بالصعوبة التي توقعها البعض يعني ماذا سيكون بعد هذه المراسيم؟ يعني إذا هناك جلسة أخرى كما هو معرفة أن الجلسة اليوم هي مفتوحة أيضا نعم اليوم هو تكملة لانتخاب السيد الرئيس نيجيرفان بارزاني يعني يكون هكذا الإجراءات الدستورية أول شيء يصوت عليه البرلمان بموجب قانون تعديل أو تفعيل رئاسة الإقليم يصوت عليه البرلمان وتم التصويت فعلا على شخص السيد الرئيس نيجيرفان بارزاني وبعد ذلك يجب أن يؤدي اليمين الدستورية يعني هو جزء مكمل لا يكون رئيسا للإقليم دون اليمين الدستورية لابد أن يؤدي اليمين الدستورية بعدما يؤدي اليمين الدستورية سيبدأ بتكليف السيد مسرور البرزاني لتشكيل الكابنة الحكومية كما هو متفق ومتبع في الاتفاقات التي تمت بين الأحزاب الكردستانية ويكون ذلك التكملة لتشكيل السلطة التنفيذية داخل إقليم كردستان نعم كم هي المدة التي مكلب بها رئيس مجلس وزراء لاستكمال كابنته أيضا لدينا أمرين في هذا الموضوع هل هناك مدة يكلف برئيس الأقليم رئيس الحكومة وهل هناك مدة لرئيس الحكومة التشكيل الكابنة هل أمرين بالنسبة للمدة الأولى التي تحدثت عنها وهو هل هناك مدة معينة لابد على رئيس الأقليم يكلف برئيس الحكومة ما عندنا مدة محددة في قانون رئاسة الأقليم ولا في القوانين المتبعة في أقليم كردستان التي هي في مصاف القوانين الدستورية ذات الطبيعة الدستورية لأننا في أقليم كردستان لا عندنا دستور لكن عندنا مدة أخرى التي هي خاصة بتشكيل الكابنة الحكومية بعد تكليفه بعد اليوم الذي يكلم مباشرة لابد من خلال 30 يوم يقوم السيد مسرور البرزاني بتشكيل الكابنة الحكومية نعم هل سيكلف أو سيقوم من شرفان برزاني اليوم بتكليف مسرور البرزاني أو في جلسة يوم غاد صراحة من المتوقع أن يكلف اليوم أو غدا لست على بينا من هذا الأمر لكن ليس هناك مثل ما قلت ليس هناك لا مدة أدنى ولا مدة أعلى لتكليف رئيس الحكومة من الممكن أن يكلفه بعد شهر من الممكن أن يكلفه مباشرة بعد حلف اليمين هو أصبح رئيس الإقليم يستطيع في أي وقت يكلف السيد مسرور البرزاني بتشكيل الحكومة وهذه الأمور تم الاتفاق عليها مسبقا تم الاتفاق علي من يكون رئيس الحكومة والكابينة معظم الكابينة إن لم يكن 100 من الكابينة 190 من الكابينة تم الاتفاق عليها قبل لا يكون هذه المراسم لذلك يكون الأمر سهل أن نتصور عملية قانونية دستورية سهلة راح يمضي بشكل سلسط نعم الدكتور بالإضافة إلى ذلك السيد نيجيرفان بارزاني وحكومة الأقليم بانتظارهم عدة مهام ما هي هذه المهام يعني تقع على عاتقهم عدة مهام تمام مثل ما قلت لحضراتكم والسادة المشاهدين سلطة تنفيذية مكونة من جزئين كاملين إن لم يكن جزء رئاسة الأقليم أقوى من رئاسة الحكومة فهي ليست بأقل يعني بجزء يكون أعلى لأن رئيس الأقليم بمجب قانون رئاسة الأقليم هو رئيس السلطة التنفيذية يعني يعتبر رئيس السلطة التنفيذية في الأقليم بمعنى أنه يكون رئيسا للأقليم ويترأس أو يشرف على إدارة الحكومة أيضا يعني كما كان في عهد السيد المسعود البرزاني يعني هو رئيس الأقليم ويتابع عمل الحكومة للمسؤول عن الطرفين هناك العديد من المهام التي ينتظر السيد الرئيس الأقليم وذلك بسبب صلاحياته الكبيرة الموجود في المادة العاشرة من قانون رئاسة الأقليم إضافة إلى المادة الحادي عشر ومجموعة من المواد الأخرى التي يعطي لرئيس الأقليم صلاحيات واسعة ومتوقع أن يؤدي تلك المهام من أهمها ومن أهم ما نتوقع أن يقوم به رئيس الأقليم هو تنظيم العلاقات الدولية وهو من أهم مهام الرئيس الأقليم لأنه يكون متحدثا باسم الأقليم في داخل الأقليم مع عراق ومع الدول الأخرى فأهم عمل يقوم به رئيس الأقليم هو تنظيم العلاقات الداخلية والدولية نعم قبل أن نتطرق إلى هذه العلاقات سواء كان داخليا على المستوى العراقي أو حتى على المستوى الدولي أولا نستفسر منك أيضا دكتور شهاب تحدث عن صلاحيات هذه المؤسسة هل هناك أيضا تنظيم لشكل العلاقة بين هذه المؤسسة كرئاسة أقليم كردستان وبين مجلس الوزراء أيضا وصلاحيات كل جهة طبعا هناك مثل ما قلت الشقين من السلطة التنفيذية شق الأول قانون رئاسة الأقليم رقم 1 لسنة 2005 المعدل هو الذي ينظم صلاحياته وإلى صلاحيات كبيرة في مجالات مختلفة في المجال العسكري في المجال العلاقات في مجال الإداري في بعض الصلاحيات الإدارية في مجال تكليف رئيس الحكومة في مجال سحب الثقة من رئيس الحكومة من الكابنة وفي مجال حل البرلمان صلاحيات إعلان حالة الطوارئ إخراج القوات خارج الأقليم بموافقة البرلمان إدخال قوات يعني إنصلاحيات واسعة جدا للرئيس الأقليم لكن الجزء الآخر أيضا جدا مهم لأنه هو الجزء المنفذ لبرامج الحكومة أو الجزء اللي إلى تماس مباشر مع حياة المواطنين اللي يقوم بتقديم الخدمات مباشرة للمواطنين ماذا تقصد بالجزء الآخر هل تابع لمجلس الوزراء أم لرئيس أقليم القائمة بالجزء الآخر هو رئاسة مجلس الوزراء أيضا جزء من السلطة التنفيذية وهو جزء التنفيذي للسلطة التنفيذية اللي إلى تماس مباشر مع المواطنين رئاسة الإقليم صلاحياتا ما إلى تماس مباشر مع المواطنين وإنما ينظم الأمور الدستورية داخل الدولة أما رئاسة الحكومة فهو إلى علاقة وتماس مباشر مع المواطنين من خلال تنظيم الوزارات المختلفة للدولة. وإلى أيضا صلاحيات جدا واسعة. صلاحيات جدا واسعة. إلى صلاحية إصدار ما يسمى بالقرارات التنظيمية. شيء عندنا بالقانون يسمى القرارات التنظيمية أو اللواحة التنظيمية. إلى تقريبا قوة القانون ينظم أمور الدولة. إدارة كل الوزارات. تقديم الخدمات المختلفة. أعمار الدولة. كلها يقع على عاتق الحكومة. والحفاظ على الجانب الأمني. ومجموعة أخرى من الأعمال الكبيرة التي يقع على عاتق الحكومة. وينظم هذا الأمر نظام الداخلي لمجلس المزراء. ومجموعة من القوانين المتبعة في الأقليم. نعم. يعني دكتور محمد ما تعليقك على دور سيد نيتشرفان بارزاني المنتخب لرئاسة أقليم كردستان في تماسل كيان الأقليم في المراحل المتأخرة. سيد الرئيس نيتشرفان بارزاني تسلم منصب رئاسة الحكومة في أوقات جدا مهمة. يعني كان بعد الحرب الداخلية في أقليم كردستان سنة 99 أصبح رئيس الحكومة. والمحور الفاصل في حياة حكومة الرئيس نيتشرفان بارزاني كان في سنة 2005 كان الرئيس لأول كابنة موحدة. وهذا يعتبر أمر جدا صعب. إضافة إلى كونه تاريخ هام جدا للسيد رئيس نيتشرفان بارزاني إنه كان رئيس لأول كابنة متحدة بين الإدارتين إدارة أربيل وإدارة سليمانية. فهو أيضا أمر حساس أن تتدير أن تقوم بإدارة أول كابنة متحدة. فيها حساسيات وأمور مختلفة. أنا سماعت قبل أيام من أحد الوزراء في تلك الكابنة الموحدة. أول كابنة موحدة. كيف كان يصف السيد رئيس نيتشرفان بارزاني بأنه كان رجل حيادي والرجل حكومي والرجل إداري. يعني أنه كان لا يتصرف وكأنه عضو مكتب سياسي في الحزب. كان في وقتها عضو مكتب سياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني. وإنما كان يتصرف وكأنه رئيس الحكومة. وهذا الذي أدى إلى نجاح الحكومة في تلك الفترة. الدكتورة استميحك عذرا ستكون معنا. ولكن ننتقل إلى قاعة ساعة عبدالله. المكان الذي يشهد أداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان. هذه الصور الحية مشاهدين تأتينا مباشرة من قاعة ساعة عبدالله. وكما نشاهد هناك وفود كبيرة للضيوف. عبدالله فريد رئيس برلمان أقليم كردستان تستقبل الضيوف والمفود بالإضافة إلى شخصيات كردستانية أخرى وأعضاء لبرلمان كردستان. بالإضافة إلى مسرور بازاني أيضا. إذن هذه الصور الحية تأتينا مباشرة مشاهدين من قاعة ساعة عبدالله أيضا في أربيل عاصمة أقليم كردستان. المكان الذي سيشهد اليوم أو بعد لحظات أو في الساعة الحادي عشر أداء مراسيم اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان المنتخب نيجيربان بارزاني إذن قبل قليل كان وزير خارجية تشاويش أغلو التركيا برفقة أيضا مسرور بارزاني رئيس مجلس أمن أقليم كردستان والرئيس حكومة أقليم كردستان المقرر أن يتولى هذا المنصب في الأيام المقبلة أو تم تكلفه من قبل رئيس أقليم كردستان لتشكيل تابنته الجديدة هذه الصوع الحية مشاهدين من مبنى قاعة ساعة عبدالله في المؤتمرات في أربيل عاصمة أقليم كردستان وفالة فريد رئيسة بارلمان أقليم كردستان بالإضافة إلى هيمين هورامي نائب رئيس بارلمان كردستان وموناء قهوجي النائب الثاني عن المكون التركوماني بالإضافة إلى أمية خوشناو أيضا وشخصيات بارلمانية نيابية أخرى عن المكون المسيحي أيضا والإيزيدي أيضا كلهم في انتظار في استقبال الوفود المشاركة بالإضافة أيضا هناك وفود أو أيضا شخصيات من الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا حيث أن هناك إعلان من قبل المكتب السياسي والاتحاد الوطني الكردستاني بأنهم سيشاركون بالفعل في جلسة اليوم لضرلمان كردستان المفتوحة لأداء اليمين القانونية وبالفعل هناك مشاركة اليوم كما نشاهد للاتحاد الوطني الكردستاني أيضا في جلسة اليوم هذه الصور الحية مباشرة من قاعة سعد عبد الله للمؤتمرات البكان الذي يشهد أداء اليمين القانونية يالين شيرفان بارزاني رئيسا لأقليم كردستان طبعا سنتابع أولا بأول كل تفاصيل إذن هذا هو فالح الفياض رئيسية الحشد الشعبي ومسشار الأمن القومي فالح الفياض هذه الشخصية المثيرة التي طبعا كناك جدل كبير حول تسنمه لحقيبة أو تأخر حقيبتي الداخلية والدفاع بين الأطراف العراقية أيضا هو اليوم يشارك بالفعل كان هناك أيضا أخبار عن مشاركة أيضا هذه العامر أيضا في جلسة اليوم ولكن لحد الآن لم نرى بالتأكيد ولكن ربما في اللحظات أو الدقائق المقبلة هناك أيضا كما نشاهد صور حية لوصول الشخصيات والضيوف أعضاء برلمان كردستان أيضا للمشاركة في جلسة اليوم لأداء اليمين القانوني من جربان دارزاني رئيسا لأقليل كردستان إذن الوفود والشخصيات والضيوف أيضا تتوالى في الوصول إلى مبنى قاعد ساعة عبد الله للمؤتمرات المشاركة بهذا الحدث الكردستاني الكبير ترجمة نانسي قنقر موسيقى أرز إضاري أيضا القيادة البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني يصافخ أعضاء البرلمان أو هيئة الرئاسة في برلمان عقليم كردستان ومشاهد هذه الصور الحية مشاهدينا موسيقى موسيقى أيضا كما مشاهدين هذه الصور الحية حسن العلوي الكاتب والمؤرخ العراقي الكبير حسن العلوي أيضا يصل إلى قاعد ساعة عبد الله للمشاركة في هذه المراسل عن معروف حسن العلوي الكاتب والمؤرخ العراقي الكبير المعروف بمناصرته وللقضية الكردية بشكل عام وحقوق الشعب الكردستاني ذن هذا هو حسن العلوي الكاتب ومؤرخ العراقي الكبير ترجمة نانسي قنقر 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 إذن مشاهدين هذه الصور الحية من قاعة ساعة عبدالله والمكان الذي يشهدوا أداء اليمين القانونية لنيجيربان بازل مئيسا لأقليم كردستان رأينا في الصور أيضا صور هيئة الرئاسة برلمان أقليم كردستان هناك أيضا بيجر طالباني أيضا عن الاتحاد الوطني الكردستاني كان هناك إعلان من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني بأنهم سيشاركون بالفعل في جلسة اليوم وكما نشاهد فعلا بيجر طالباني أيضا من الاتحاد الوطني المشاركة في الواقفة أمام هيئة الرئاسة في برلمان أقليم كردستان لاستقبال الضيوف إذن مشاهدين هذه عودة إلى الستوديو وأيضا استوديو التحليلي في قناة زاكروس وأيضا أهلا بكبرتا ثانيا الدكتور محمد شهاب والأستاذ الجامعي نعود للوقوف حول هذا الحدث الكردستاني الكبير تحدثت عن العلاقة أو تحدثنا عن العلاقة بين المؤسستين حكومة أقليم كردستان أو مجلس الوزراء وصلاحياته وأيضا رئاسة أقليم كردستان وتنستفسر منك أيضا تأثير هذه الشخصية أو رئاسة أقليم كردستان في شكل علاقة أيضا مع بغداد والحكومة الاتحادية قبل نجيب على حضرتك وقفنا لدينا نقطة أهمة لنوقات المفصلية في حكومة الإقليم في حياة السيد جرفان برزاني كان المفصل الثاني المهم جدا قلنا المفصل الأول كان 2005 أول حكومة متحدة المفصل الثاني كان الحكومة التي تأسست في 2014 بقيادة السيد جرفان برزاني أيضا كان مفصل جدا مهم في حياة الحكومة السيد جرفان برزاني لأنه في تلك الفترة تعرض البلاد إلى أزمات حادة جدا منها داعش ومنها أكثر من مليون وثمانمائة لاجئ ومهجر عراقي وخارج العراق ومنها قطع ميزانية الإقليم هذه الأزمات كانت وحدها تكفي أي أزمة لوحدها تكفي لإسقاط الحكومة وحتى لإنهاء كيان الإقليم وأخطر من ذلك كان ما حصل بعد استفتاء إقليم كردستان في 16 أكتوبر الجريمة الكبيرة التي حصلت بحق إقليم كردستان والخيانة التي حصلت في تلك الفترة التي كان من الممكن أن ينهي كيان الإقليم استطاع السيد شرفان برزاني في تلك الكابنة أن يقف على قدميه أن يوقف القائمة كلها على قدميه وأن يؤدي الخدمات للمواطنين وأن يستمر في دفع الرواتب وإن كانت رواتب غير كاملة لكنها استطاع أن يوقف الحياة الإقليم على قدميه ولا يسقط بل بالعكس ذلك قام بتجديد العلاقات الدولية قام بإعادة تنظيم الوضع الاقتصادي للإقليم إعادة ترتيب كيفية حيكلية الوزارات كيفية الصرف داخل الإقليم يعني بدلا من أن يخسر ويقع الحكومة خرج من هذه الحالة أو الأزمات بحكومة قوية جدا استفادة منها لا أنسى أن أذكر دور الأمن القومي لإقليم كردستان أجانس الباراستيني إقليم كردستان كان له دور كبير جدا في الحفاظ على أمنية الإقليم لأننا في إقليم كردستان لدينا هذه المؤسسة الضخمة الخاصة بحماية أمنية في داخل الإقليم التي كانت مؤثرة جدا على هذا النقطة لأنه كنا في موقع محاطين بجرائم أو بداعش وكذلك محاطين بدول غير مستقرة كان إقليم كردستان وسط كل هذا عدم الاستقار كان مستقر وهذا كان بفضل مجلس الأمن القومي في إقليم كردستان أنت ترى الآن وكما يشاهد المشاهدين على شاشتنا مباشرة توافد الوفود والبعثات الدولية لحضور هذا المراسم يعني أنت كيف تقيم هذا الحضور الدولي والعراقي الكبير سبب حضور هذا العدد الضخم من الوفود الدولية وكذلك الوفود العراقية والوفود الداخلية هو بعض أو جزء من الأسباب يرجع إلى القيادة التي قام بها سيد جيروان برزاني تحت رعاية سيد جيروان برزاني في وقتها كرئيس أقليم والسبب الآخر يرجع إلى أهمية وضع أقليم كردستان في المنطقة وضع أقليم كردستان أو أقليم كردستان كموقع جغرافي أمين في داخل مواقع غير مستقرة مثل العراق وحاليا حتى في تركيا التي هي جارتنا وهي دولة قوية في الحلف الشمال الأطلسي نرى فيها عدم استقرار في المناطق الكردية لكن إقليم كردستان هي وسط كل هذا عدم الاستقرار هو منطقة مهمة ومستقرة وإلها تأثير حتى على ما موجود في الساحة السياسية في تركيا تأثير من أي ناحية؟ تأثير استقرار إقليم كردستان يؤدي إلى استقرار تلك الدول يعني عدم الاستقرار في إقليم كردستان يؤثر على أو يزعزع الاستقرار أكثر في تلك الدول حتى لذلك نرى مشاركة وزير الخارجية التركية ومن المؤمل أن يشارك وزير الخارجية الإيرانية باعتبارهم أكثر وزيري خارجية مهتمين بوضع إقليم كردستان وباستقرار إقليم كردستان إضافة إلى طبيعة تسلم شخصية السيد الرئيزن الشرفان برزاني باعتباره من عائلة البرزاني الخالد ودورهم التاريخي الطويل في نضال شعب كردستان وتضحياتهم الكبيرة والعدد الكبير من الشهداء التي قدموا وقيادتهم الحكيمة من البرزاني الخالد وسيد مسعود برزاني نعم يعني ذلك النضال الذي قاضوه عائلة البرزاني والسيد نيتيرفان برزاني هل كل هذه الأمور ستسهل مسيرة نيتيرفان برزاني لرئاسة الأقليم؟ طبعا ستسهل مهمة السيد نيتيرفان برزاني للأمر في مجالات كثيرة أهمها العلاقات دور النضال الكبير الذي قدمه برزاني الخالد والسيد مسعود برزاني سيسهل إلى كيفية صنع العلاقات الجديدة أو الحفاظ على العلاقات التي تم بنائها في زمن السيد مسعود برزاني بينما كان رئيسا لأقليم كردستان إضافة لتأثير هذه العائلة في أكراد في كل المناطق المجاورة في أكراد إيران أكراد تركيا أكراد سوريا يعني وكلماتهم المسموعة مثلا لو أرادت تركيا فعلا التوجه نحو حل حلة الوضع في كردستان تركيا لا بد لها اللجوء إلى هذه القيادة لما لها من دور وكلام مسموع في داخل أكراد كردستان تركيا دكتور سميحك أعذر طبعا سنكون في متابعة مستمرة مع مراسلين وأيضا الصور التي تأتينا من قاعة ساعة عبد الله يعني هناك حركة مكثفة يبدو أن هناك تشهد القاعة حركة مكثفة لوصول الضيوف والوفوت هناك أيضا سفراء وقناصل الدول الأجنبية بدأت تتوافت للمشاركة في هذه المراسيم أداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان نيتشرفان بارزاني أعود لك أيضا إلى النقطة التي تحدثنا عنها لكن يبدو أنك لم تجيبني عنها تأثير نيتشرفان بارزاني أو تسنم نيتشرفان بارزاني لهذا المنصب رئيس أقليم كردستان في شكل علاقة أيضا مع الحكومة الاتحادية وحل المشاكل أو الإشكالية اللازلات عالقة بين بغداد وأربيل مجرد تشكيل الحكومة وتسنم السيد رئيس نيتشرفان بارزاني لرئاسة الأقليم وتشكيل حكومة الأقليم رح يفتح باب الحوار بين أقليم كردستان وبغداد ووجود شخصية مثل السيد نيتشرفان بارزاني المعروف بأنه سياسي من الدرجة الأولى يستطيع أن يحافظ على مكتسبات الأقليم بل ويزيد عليها من خلال الحوار المرن مع القيادات الموجودة في بغداد ومن خلال التأكيد على تطبيق المواد الدستورية الموجودة في دستور العراقي الدائم ويكون له تأثير أيضا على أداء الحكومة يعني وجود شخصية رئيس قوية في رئاسة الأقليم يسهل عمليا عمل الحكومة أي قيادة السيد مسير بارزاني أيضا كما كان في عدد السيد رئيس مسيروان بارزاني وجود شخصية قوية سهل للسيد نيتشرفان بارزاني أعماله الحكومية أيضا رح يكون دور سيد نيترون برزاني إلى دور على داع حكومة السيد مسرور برزاني أيضا ويسهل له داع أموره المختلفة نعم أعود إلى نقطة أخرى أيضا دكتور محمد شهاب أشرت إليها وهي نقطة مهمة بالفعل يعني الأزمات التي عصفت بأقليم فردستانس وكانت اقتصادية وأمنية وحارب داعش يعني وأيضا تداعيات الاستثاب بالفعل كانت هناك ربما هناك أصوات نشازة تدعو أو كانت تقول أن حكومة أقليم كردستان ستسقط وسيكون هناك انهيار أمني بإضافة إلى اقتصاد ولكن هذه الشخصيتين نيترون برزاني في حين كان رئيسا لحكومة أقليم كردستان وأيضا مسرور برزاني رئيس مجلس أمن أقليم كردستان استطاعا بالفعل أن يخرجا الأقليم من هذا النفق الصعب جدا الأزمات الاقتصادية بالإضافة إلى الأزمات الأخرى وعلاقات الأقليم مع دول الجوار إذن شخصيتين من هذا التراز كيف ستكون الأيام المقبلة أيضا لأقليم كردستان سواء كانت اقتصادية أمنية وعلاقاته مع بقية الدول هذين الشخصيتين تم تجربتهما في فترة الأزمة وقبل الأزمة إذن إذا كان صامدين وحفظا على كيان الأقليم من النحية الاقتصادية السياسية الأمنية فمن السهل عليهم جدا أن يحافظا على كيان الأقليم من كل النواحي في فترة الرخاء إذا كان هو قادر أن يحافظ على كيان الأقليم في فترة الأزمة فهو أمر سهل عليه جدا أن يحافظ عليه في فترة الرخاء بل أنا أتوقع إن شاء الله أن يمضوا بمسيرة تقدم أقليم كردستان من كل النواحي ليس فقط من ناحية العمار ناحية العمار، ناحية الاقتصادية، ناحية السياسية اللي هي جوهر نضال شعب كردستان ناحية السياسية وحتى ناحية القانونية والنواحي الاجتماعية والدينية قدما إلى الأمام وأنا متفائل جدا بالأربع سنوات القادمة إن شاء الله في ضل قيادة هاتين الشخصيتين الحكيمتين نعم دكتور يعني ابقى معنا مشاهدين والآن ننتقل بكم إلى السليمانية ومراسلنا شيار محمد ليطلعنا على آراء أو الشارع الكردستاني في السليمانية أو آراء مواطنية السليمانية حول تنصيب نيتيرفان بارزاني كرئيس لقليم كردستان شيار صباح الخير عليك أطلعنا على الجديد لديك حول آراء المواطنين في السليمانية نعم دلشين صباح الخير عليك وعلى ديار بكر وأيضا على مشاهدي زاكروس العربية أينما كانوا طبعا منذ الأمس هناك أصداء إيجابية في السليمانية سيما بعد قرار من الاتحاد الوطني الكردستاني المشاركة في مراسل تنصيب الرئيس المنتخب لإقليم كردستان السيد نيتيرفان بارزاني طبعا كان لدينا منذ صباح استطلاع للرأي أو حول هذا الحدث التاريخي وحدث تاريخي بامتياز كان لدينا استطلاع الرأي حول هذا الموضوع أغلب حتى المعتدلين أو حتى الذين متشائمين جدا إن صح التعبير داخل إقليم كردستان هم متفائلون بشخصية نيتيرفان بارزاني من حيث لديه الخبرة والباع الطويل في السياسة وأيضا خاصة في مد جسور الحوار مع بغداد دوما ما كنت ترينه سيد نيتيرفان بارزاني عندما تصعب الأمور بين أربيل وبغداد يكون هو مفتاح الحل داخل الإقليم ولتوطيط العلاقات ولتطبيع العلاقات بين الطرفين طبعا كما قلت لكي الأصداء إيجابية منذ الصباح كل أعين نستطيع أن نقول كل أعين مدينة سليمانيا الآن متوجهة إلى شاشات التلفزيون إلى القنوات الإعلامية وأيضا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة هذا الحدث التاريخي هو حدث تاريخي بامتياز هو نستطيع القول أنه الخطوة الأولى لإعادة المياه إلى مجاريها لتشكيل حكومة كردستانية قوية تخدم المواطنين سيما بعد الحرب ضد داعش بعد الأزمات الاقتصادية التي انتهت طبعا بعد كل الأمور خاصة بعد السادس عشر من أكتوبر وحتى الآن هذا نستطيع القول أنه بداية الألف من يبدأ بخطوة واحدة وهي الخطوة الرئيسية هي انتخاب أقليم كردستان واليوم أداء رئيس أقليم كردستان واليوم أداء القسم القانوني نعم درشين الشيار يبدو أن المواطنين في السليمانية متفائلون جدا وخاصة في هذا اليوم يعني أنت كيف بما أنه استطلعت الآراء ما هي مطالب المواطنين في أقليم كردستان بشكل عام وبالتحديد في السليمانية ما هي مطالبهم من السيد نيتيرفان بارزاني الرئيس المنتخب لأقليم كردستان ماذا ينتظرون من هذه الشخصية؟ طبعا نعم دلشين نعم دلشين طبعا المواطنين في أقليم كردستان وخاصة في السليمانية بشكل عام السليمانية كما تعرفين على مر التاريخ حتى من أيام النظام البعث البائد السليماني هي محور ساخن داخل مدن أقليم كردستان هذه استطلاع الرأي حول ذا القسم القانوني وأيضا رأيهم بشخصية السيد نيتيرفان بارزاني الرئيس المنتخب لأقليم كردستان أنه كان رئيس لحكومة أقليم كردستان خلال الفترة الماضية وهذا دليل على أن لديهم تفاؤل بأن سيد نيتيرفان بارزاني سيمشي على نفس الخطأ أي هو قادة حكومة أقليم كردستان قادة إلى بر الأمان كان متواجدا كان رجل المصاعب متواجدا في كل المشاكل التي تعلقت بأقليم كردستان كان موجودا وحاضرا ونشيطا دائما هذه الأمور أغلب المطالب تصب في هذا الوضع أن يمشي على نفس الخطأ التي كانت يقود بها حكومة أقليم كردستان طبعا كما قلت لك الأصداء إيجابية هناك حالة من التفاؤل بشخصية السيد نيتيرفان بارزاني لأن لديه الكاريزمية السياسية لديه الدبلوماسية المطلوبة هذا كلامهم طبعا وليس كلامي هذا كلام المواطنين أغلب المواطنين الذين التقين بهم هنا داخل مدينة السليمانية طبعا يريدون كما هو قضى على الأزمة الاقتصادية عندما كان رئيسا لحكومة تقليم كردستان يريدون أن يكمل نفس الموضوع أن تكون حكومة الجديدة حكومة خدمات أيضا لديهم تفاؤل بشخصية السيد مسرور بارزاني الذي سيتسلم كمرشح عن الديمقراطية الكردستاني لرئاسة حكومة تقليم كردستان أن يتم تحسين الأوضاع المعيشية لمواطنين تقليم كردستان بالدرجة الأولى أيضا أن تكون حكومة قوية حكومة خدمات حكومة حوار حكومة تعايش مع الطرف الآخر نعم دلشين نحن الآن نشاهد على شاشة زاقرس مباشرة توافد الوفود والبعثات الدولية يعني في السليمانية خاصة هل لديك أي معلومات من هم أبرز الشخصيات في السليمانية الذين سيشاركون في هذا اليوم في هذه المراسم طبعا نعم نعم كما هو معروف يعني هناك وفد من الاتحاد وفد رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الكردستان برئاسة كوسرة رسول سيكون ضمن سيشارك في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لإقليم كردستان سيد نيتشيرفان برزاني أيضا هناك مواطنين كثر أنا التقيت بهم منذ الأمس وأيضا اليوم أنهم سيحضرون حتى وأن لم يسمحوا لهم بدخول للقاع لكن سيكونوا حاضرين على الأقل بالقرب من هذا الحدث التاريخي هناك شخصيات أكاديمية ستكون داخل القاع هناك شخصيات سياسية أيضا التي نستطيع القول التي اعتزلت السياسة أيضا تكون بعيدة عن السياسة لكن هذا الحدث التاريخي يجذبهم لأن يكونوا في عاصمة أقليم كردستان أربيل طبعا بالمجمل كما قلت لك العين متوجهة لشاشات التلفاز أيضا لوسائل التواصل الاجتماعي هو حدث تاريخي بامتياز دلشين ولا يستطيع أحد أن يقول أن اليوم حتى العالم يعني ليس فقط في إقليم كردستان والعراق وأيضا هناك الدول الأوروبية الأكراد المتواجدين في الدول الأوروبية عينهم مرتبطة وينتظرون هذا الحدث المهم والذي سيكون الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة كردستانية قوية حسب مطلبهم دلشين نعم الشيار أختم معك بهذه الأجواء الإيجابية من مدينة السليمانية وأيضا بعد تأكيد مشاركة وفد الاتحاد الوطني الكردستاني في جلسة اليوم وفي مراسيم داء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان سنعود إليك في فترات اللاحقة الشيار محمد بن السليمانية شكرا جزيلا لك ومشاهدين هذه الصور ما زالت تأتينا مباشرة من مبنى قاعة ساعة عبد الله للمؤتمرات وكما نشاهد حركة الوفود تزداد شيئا فشيئا ونحن نقترب من الساعة المقررة وهي الحادي عشر لبدأ مراسيم اليمين القانونية شاهدنا هناك وفود مسيحية للمطارنا والشخصيات الكنسية الكبيرة للمسيحيين التي شاركت ووصلت بالفعل إلى ساعة عبد الله بالإضافة إلى أيضا النجل الأكبر لنيتيرفان بارزاني إدريس نيتيرفان إدريس بارزاني الرئيس المنتخب نعم وأيضا هناك مشاركة من قبل حركة التغيير أيضا الكردستانية التي ستشارك أو أيضا في هذه المراسيم مراسيم مدى اليمين العمر سيد علي أيضا رئيس حركة التغيير أيضا التي تشارك اليوم بالفعل بالإضافة إلى الاتحاد الوطني إذن عمر سيد علي كما نشاهد يعني يشارك أو يصل إلى مبنى قاعة ساعة عبد الله المشاركة في أداء اليمين القانونية لرئيس أقلي كردستان إذن يبدو هناك الأطراف والشخصيات الكردستانية جميعها يبدو أنهم سيشاركون اليوم في هذه المراسيم هناك توافق كردستاني الاتحاد الوطني يشارك وأيضا حركة التغيير كما نشاهد عمر سيد علي من حركة التغيير رئيس حركة التغيير أيضا هناك شخصيات دولية قناصل وسفراء دول وشخصيات مسيحية كنسية كبيرة على مستوى العراق وأقليم كردستان ومطارنا كلهم يشاركون اليوم في هذه المراسيم يعني دلشين الاختيار كان صائبا بالفعل من اللجان المنظمة لهذه الجلسة لو لم تكن قاعة ساعة عبدالله لم تكن بالاستطاع ومقتور استيعاب كل هذا العدد الكبير من الضيوف نعم يبدو أنهم هناك استعدادات تامة من قبل يعني احتياطات أمنية سواء الأصايش أو القوات الأمنية في الأقليم ولأخذ الاحتياطات والحفاظ على الجو الأمان والاستقرار الذي يشهده أقليم كردستان باستمرار نعم ديار كما نشاهد الآن استمرار الوفود والبعثات الدولية على المستوى الدولي والأقليمي الذين سيشاركون اليوم في أداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان المنتخب السيد نيجيرفان بارزاني نعم مشاهدين هذه الصور الحية تأتيكم مباشرة من أربيل وبالتحديد قاعد سعد عبد الله للمهتمرات نعم إذن هذه الصور الحية مشاهدين وعدد كبير من الشخصيات والضيوف والوفود والقناصر والسفراء ومن الدول الأجنبية والأقليمية أيضا وصلت بالفعل وستشارك في جلسة برلمان أقليم كردستان اليوم المفتوحة لأداء مراسيم اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عود إلى الستوديو أيضا مع ضيفنا الدكتور محمد الشهاب يعني الدكتور عدد كبير من الضيوف والوفود اليوم تشارك نعم أيضا هناك يعني غرفة الكنترول تقول أن هناك أيضا طائرات أيضا بدأت تصل إلى مطار أربيل الدولي أيضا لرضو من أنك طائرات يعني من الشخصيات أو وفود دولية أخرى أيضا بدأت بالوصول إلى مطار أربيل الدولي للمشاركة في هذه المراسيم أعود إليك مارتن ثانية الدكتور محمد يعني هذا الحضور يعني الشعبي والمحل أيضا هناك أيضا حضور دولي يعني شاهدنا قبل قليل وزير خارجية تركي تشاوي شولو وأيضا طائرة لتحمل لوقو الجمهوري الإسلامية هناك كما شاهدنا شخصيات كنسية مسيحية كبيرة وأيضا قناصل وسفراء يعني ما دلالات هذا الاهتمام الكبير الدولي وهذه المشاركة الدولية في هذه المراسيم نعم دكتور يكون شخصية في رئاسة الأقليم يكون له دور يعني أي شخص رح يؤثر على أداء الشخص يؤثر على كيفية العلاقة بين الأقليم وبين دول الجوار والعراق وجود شخصية سيد رئيس نيتشيرفان بارزاني هو مطلب يعني مطلب حتى داخلي ومطلب إقليمي بما له من سياسة حكيمة متوازنة في كيفية التعامل مع القضايا المختلفة في الدولة حاليا نحن نرى في المنطقة منطقة الشرق أوسط أزمة كبيرة جدا المتمثلة في أزمة العلاقة الإيرانية الأمريكية أو التأثيرات أمريكا على إيران ووضع الاقتصاد المتأزم والفرض على معظم الدول بعدم التعامل مع إيران نرى في تلك الأزمة الكبيرة يستطيع السيد نيتشيرفان بارزاني لأنه كان رئيس حكومة في الفترة السابقة وكان يمارس رحيات رئيس الأقليم أيضا كان استطاع بسياسته الحكيمة أن يقف موقف المتوازن في هذه الأزمة لا ندخل في أي جانب من جوانب الأزمة وهي أزمة كبيرة جدا على الساحة الدولية ليست أزمة هينة نعم أسمح أسمح أيضا ننتقل مرة ثانية إلى مطار البيل الدولي وهذه الصور الحية كما نشاهد نيتشيرفان بارزاني الرئيس المنتخب لأقليم كردستان وهو يستقبل أو في انتظار استقبال شخصيات أخرى سنرى من هي هذه شخصيات الأخرى أيضا كما نشاهد هذه الصور الحية محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي أيضا يشارك في هذه المراسيم رئيس على سلطة تشريعية عراقية محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي على سلطة تشريعية عراقية أيضا تشارك في هذه المراسيم مراسيم أداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان وهو يصافح نيتشيرفان بارزاني ويشارك في هذه المراسيم نعم مشاهدين رغم قرب الساعة المقررة لأداء القسم القانونية والدستورية إلا أن الوفود لحد الآن مستمرون في مجيئهم إلى قليم كردستان وللمشاركة في هذا الحدث بالإضافة إلى الوصول الآن الوفد الاتحاد الكردستاني للمشاركة أيضا في هذا الحدث المهم أيضا دلشين وفد الاتحاد الوطني وصل قبل قليل إلى قاعد سعاد عبدالله أيضا ويشارك في هذه المراسيم يعني وفد الاتحاد الوطني وفد رفيع برئاسة كورسات رسول النائب من العام لالتحاد الوطني أيضا يشارك اليوم في هذه المراسيم كما نشاهد مشاهدين هذه الصور الحية إذن كوسرة رسول أيضا رئيس الوفد وفد الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا يصل إلى قاعد سعاد عبدالله وبرفقة عمار فتاح وأرسلان بائز وحاكم قادر القادة البارزين في الاتحاد الوطني الكردستاني يعني أبرز القادة في الاتحاد الوطني الكردستاني ترأسهم كوسرة رسول سكرتير الأمين العام لالتحاد الوطني أو الأول سكرتير الأول نائب الأول عفوا لأمين العام لالتحاد الوطني الكردستاني كوسرة رسول هذه الصور الحية تأتين مباشرة من قاعد سعاد عبدالله وكما نشاهد الوفد الرفي لالاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة كوسرة رسول أيضا بدأ يصل إلى قاعد سعاد عبدالله للمشاركة في أداء مرسيم اليمين القانونية لأقليم رئيس أقليم فردستان نيجيربان بارزاني نعم أشاهدين إذن هذه الصور كما شاهدناها وتأتين مباشرة من قاعد سعاد عبدالله وأيضا من مطار البيل الدولي وسنكون معكم أولا بأول في نقل كل هذه الصور مباشرة عبر مراسلين وأيضا من خلال الستوديو التحليل نقفه عند هذا الحدث الكبير ألا وهو أداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان نيجيربان بارزاني يعود إلى الستوديو وضيفي أيضا دكتور محمد شهاب عذرا يعني قاطعتكم ممكن أن تقف عند النقاط التي كنت تشير ليها القيادة مثل ما قلت المتوازنة للسيد نيجيربان بارزاني للأزمة والعلاقات وإدارة الحكومة جعل من هذه الشخصية مطلب شعبي ومطلب حتى دولي ومطلب قوميات نشاهد مشاركة الوفود المسيحية الوفود الكبير المسيحية هذا دلال على الإهتمام الكبير من الجانب المسيحي بقيادة السيد نيجيربان بارزاني لهذه الأزمة والحفاظ على المسيحيين في داخل الأقليم وعدم امتهانهم والحفاظ على حقوقهم بل وجعلهم في مصاف القوميات الأخرى في داخل الأقليم اهتمام الجانب العراقي يعني الجانب العراقي مترقب للعلاقة القادمة بين الأقليم وبغداد بعد الأزمات الكبيرة التي مرت بها العلاقة خاصة وأكبر أزمة هو 16 أكتوبر وما حصل من عراق بين المنطقتين والتوقع الدولي للمشاركة هو يعني التحفيز الدولي للمشاركة أو لوجودهم في مراسيم أداء اليمين السيد نيجيربان بارزاني هو من ترقب للشخصية القادمة التي سيقود تلك المنطقة الحساسة في فترة من الممكن أن يحمل الكثير من الأزمات من الممكن يعني في حالة تدخل الأمريكا أسكريا أو سياسيا في إيران أو في أي من الاحتمالين ستغير المنطقة رأسا على عقب يحتاج إلى شخصية ثابتة ذا تجربة كبيرة لقيادة هذه المنطقة الحساسة يعني ليست المهمة سهلة ليست المهمة سهلة نهائيا بل يحتاج رجل قيادي ورجل حكيم ورجل مرن ورجل سياسي من الدرجة إلى آخره من الصفات القيادية المطلوبة في أمريكا وكشخصية كشخصية نينجيرفان بارزاني يعني عاصرة وشاركة في كل هذه الظروف الصعبة أتمنى في الأقليم يعني أيضا أعود إلى هذا الحضور الدولي الكبير دكتور يعني هل هذا الحضور الدولي الكبير يعني بين قوسين هل تعتقد بأنه هو يعني بمثابة أو له دلالة دعم لشخصية نينجيرفان بارزاني وأقليم كردستان أم يدل على مكانة الأقليم أيضا في المنطقة أم الاثنين معا لو شاهدنا مراسيم تنصيب الأقليم الأخرى في الدول الفيدرالية لما نراحض هذا الاهتمام الكبير بتنصيب رئيس الأقليم في تلك المناطق مثل ما قلت لحضرتك أقليم كردستان منطقة جغرافية واقعة داخل منطقة جغرافية آمنة ديمقراطية واقعة داخل منطقة فيها الكثير من الأزمات من ناحية السياسية اقتصادية إرهاب حتى من ناحية ديمقراطية لذلك نرى هذا الاهتمام الدولي الكبير للشخص الذي يتولى قيادة الأقليم في الأربع سنوات القادمة وأكد على ما ذكرت قبل قليل الأزمة المتوقعة الأزمة المتوقعة في الشرق الأوسط يعني هناك الكثير من الأزمات المتوقعة في الشرق الأوسط أن تحصل في الأربع سنوات القادمة هذا الأزمات منها الأزمة الإيرانية وقد يكون هناك أزمة تركية وقد يكون هناك لا نزال سوريا في أزمة كبيرة ولا أحد يتوقع بالدقيق بشكل دقيق ماذا سيحصل في المستقبل هذا كل يحتاج إلى شخصية رشيدة هل ترى لشخصية نيتشيفان بارزاني يكون له دور أو تأثير في حل ولو جزء من هذه الأزمات التي تشهدها الدول وخاصة أنت ذكرت سوريا هل سيكون له دور في مساعدة الكرد في سوريا ومساندتهم؟ من الممكن أن نظرنا إلى السنوات السابقة ودور السيد رئيس مسعود بارزاني في حل المشاكل التركية أكراد تركيا مع الحكومة التركية دور في المحافظة على التوازن ومحفاظ على أكراد سوريا دور في مساندة أكراد إيران وإلى آخره من الدور الذي كان يلعبه حتى في استقرار العراق يعني لعب السيد رئيس مسعود بارزاني هذا الأمر فأكيد السيد مسرول نيتشيفان بارزاني سيلعب نفس الدور سيستمر على نفس النهج أكيد سيستمر والأمور ستختلف يعني في الأربع سنوات القادمة الأمور ستتغير يعني مثلا من أحد الأمور الممكن والمتوقع قريبا أن يتغير هو الأزمة السورية أمريكا تطالب بوضع منطقة آمنة للكرد منطقة آمنة للكرد مثل يعني نوفلايزون مثل ما كان موجود في إقليم كردستان والذي أدى بالنهاية إلى تشكيل إقليم لإقليم كردستان من الممكن أن يحصل هذا الأمر في سوريا وفيكون للسيد منتشيفان بارزاني يدور بها بارز جدا في استقرار هذه المنطقة والتعامل بينها وبين إقليم كردستان والتعامل بينها وبين دول الجوار والتعامل بينها وبين دول المجتمع الدولي فإقليم كردستان في السنوات المقبلة سيكون محور الحركة الدولية بالنسبة للشرق الأوسط سيكون التحرك سواء كان بالنسبة للولايات المتحدة والدول التي هي في محور الولايات المتحدة سيكون المنطلق من إقليم كردستان وحتى من الجانب الثاني روسيا وأيضا يحاول أن يكون المنطلق من إقليم كردستان سواء المنطلق الاقتصادي أو المنطلق السياسي أو المنطلق العسكري أو إلى آخره من الأمور وعلى السيد نيتشيرفان بارزاني أن يحافظ على ما كان موجود في إقليم كردستان من توازن ومن عدم الدخول في مشاكل في أي من الطرفين نعم أنت ذكرت من الناحية الاقتصادية هل سيكون السيد نيتشيرفان بارزاني شاهدنا أن الإقليم كردستان مر بأزمة اقتصادية وستطاعوا إلى حد الآن تجاوز هذه الأزمة هل سيكون نيتشيرفان بارزاني لديه القدرة مثلا تجاوز هذه الأزمة أو وصول إقليم كردستان إلى مرحلة أفضل بكثير من تلك التي مرت بها المسألة الاقتصادية في الإقليم يكون بشكل متوازن بين الحكومة وبين رئاسة الإقليم سيلعب السيد نسرور بارزاني أيضا دورا بارزا في هذا المجال يجب أن يلعب دورا بارزا لأن الملف الاقتصادي يدار مباشرة من قبل رئيس الوزراء أما ما يؤثره السيد رئيس الإقليم على المجال الاقتصادي يكون عن طريق تأثيره في العلاقات الدولية عن طريق تنظيم الاستمرار في تصدير نفط الإقليم تنظيمه تنظيم دستوري قانوني في العراق الذي يسعى من ما كان رئيس الوزراء كان يسعى لهذا الأمر إصدار قانون لتنظيم عملية إصدار نفط إقليم كونسان القانون في العراق يعني قصده في القرنمان العراقي وكذلك سيكون له الدور في تنظيم الحال الاقتصادي الإقليم من خلال علاقاته مع العراق ودول الجوار وإلى آخره في هذا المجال نعم بالتأكيد هناك دعم دولي رسمي من خلال هذا الحضور الكبير العربي والدولي والأقليمي لرئيس أقليم كونسان وأيضا لأقليم كونسان بشكل عام وأيضا لمكانة الأقليم المهمة في المنطقة دكتور أيضا ننتقل إلى الصور الحية المباشرة التي تأتينا أيضا نشاهد هذه الصور هناك أيضا وفوت قبل قليل وصلت من القنصلية الأمريكية وفوت أمريكية وبالإضافة إلى القنصلية اليابانية بالإضافة إلى دولة فلسطين وأيضا السعودية والكويت وقبل ذلك أيضا كان هناك وفوت أخرى لشخصيات وفوت رسمية أيضا بدأت تصل إلى قاعة سعد عبد الله للمشاركة في هذه المراسيم مراسيم مداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان إذن وفوت عربية خليجية من السعودية والإمارات والكويت أيضا سفراء وقناصل هذه الدول بدأت تصل إلى قاعة سعد عبد الله في أربيل عاصمة أقليم كردستان للمشاركة في مراسيم مداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان نيجيربان بارزاني أيضا حركة مكثفة وبدأت تزداد شيئا فشيئا ونحن نقترب من الساعة الحادي عشر نعم رغم قرب موعد تنصيب نيجيربان بارزاني كرئيس لأقليم كردستان إلا أن الوفود لحد الآن الوفود مستمرة إلى قاعة سعد عبد الله لحضور هذا الحدث المهم الذي سيشهده اليوم أقليم كردستان نعم مشاهدين كما هو ظاهر الآن على الشاشة توافد الشخصيات المهمة والنواب في البرلمان العراقي ويتم الآن استقبالهم من قبل الفالا فريد رئيسة برلمان كردستان وبقية أعضاء برلمان كردستان نعم مشاهدين نعم تنضم إلينا أيضا دلشين مراسلتنا سليل عصام من قاعة سعد عبد الله سليل يعني هناك زياد وحركة مكثفة لوصول الوفود المشاركة في هذه المراسيم ضعينا أكثر سليل في صور لم نشاهدها من خلال متابعتنا من هي أيضا الشخصيات الأخرى ما التفاصيل لديك سليل؟ ديارة نعم يعني العديد من الوفود تتوافد الآن يعني بشكل كبير بشكلها الوفود من السياسيين من الحزاب السياسية وكذلك من برلمان العراق وكذلك برلمان نقلي كردستان يتوافدون الآن إلى داخل القاعة الكبرى طبعا خلف الكواليس كما ترى فهناك ضجة علامية كبيرة تحدث الآن وذلك لنقل الحدث الكبير والعرس الكردستاني الكبير الآن هذه المراسيم سوف تبدأ في الساعة الحادي عشر وسوف تتضمن العديد من الكلمات لعدد من ممثلي دول العالم قناص الدول العالم القاعة ساعة عبد الله كما نشاهد يعني وصول الرئيس مسعود بارزاني أيضا للمشاركة في هذه المراسيم إذن الرئيس مسعود بارزاني يشارك في هذه المراسيم كما نشاهد وصول الرئيس مسعود بارزاني أيضا للمشاركة في مراسيم أداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان هذه الصور الحية تأتينا مباشرة من قاعة ساعة عبد الله للمؤتمرات في أربيل عاصمة أقليم كردستان الرئيس مسعود بارزاني أيضا يشارك في هذه المراسيم كما نشاهد يصل الرئيس مسعود بارزاني إلى قاعة ساعة عبد الله للمشاركة في هذا الحدث الكردستاني الهام ألا وهو أداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني هذه شخصيات أخرى رفيعة مسيحية كنسية ومطارنا على مستوى العراق والمنطقة أيضا كان هناك فوت أخرى أيضا كنسية ومسيحية قد وصلت قبل قليل إلى هذه المراسيم للمشاركة فيها نعم مشاهدين تغطيتنا مستمرة اليوم لتنصيب نيجيرفان بارزاني كرئيس لأقليم كردستان مشاهديننا والآن نعود مرة أخرى إلى مراسلتنا سليل عصام مباشرة من قاعة سعد عبد الله سليل تفضلي ما الجديد لديك؟ نعم درشين الحدث الأهم الآن قد وقع بقدوم الرئيس مسعود بارزاني إلى قاعة المؤتمرات قاعة سعد عبد الله للمؤتمرات طبعا معه العديد من الوفود والعديد من الشخصيات طبعا كذلك إضافة إلى ذلك هناك العديد من الشخصيات الرسمية التي قدمت إلى القاعة منها رئيس وزراء تركيا وكذلك وزيره خارجية إيران وأيضا عدد من ممثلي دول العالم طبعا رئيس جمهورية العراق أيضا سيكون موجودا هنا إلا أن عدد من السياسيين في من الحكومة الاتحادية قدموا اعتذارات عدة إلى قدموا اعتراض بعدم قدومهم طبعا الشخصيات السياسية التي موجودة اليوم بشكل هائل وكبير ليست فقط من العراق وكذلك من العديد من الدول العالم طبعا أراء المواطنين عديدة ومهمة تكبر عن فرحهم في العرس الكردستاني وتعبر أمانه بأن يكون هذا العهد أهد جديد ويرسم لهم مستقبل المشرق طبعا هناك فرحة كبيرة تعوم أرجاء أقليم كردستان وتعوم أرجاء مدينة أربيل بلذات حيث طبعا كما قلت لك هناك تجديدات أمنية كبيرة تقام الآن في حول قاعة سعد عبد الله وكافة أرجاء مدينة أربيل إلا أن الأسواق وكذلك المواطنين في مدينة أربيل والمناطق العامة تعكس أيضا فرحة العديد من المواطنين في مدينة أربيل بمراسيم اليوم وباحتفال اليوم طبعا هناك العديد من الوفود الآن قادمة الآن وسأكون معكم لنقل أهم المراسيم وأهم الوفود القادمين من مختلف أنحاء العراق والإقليم وكذلك من مختلف دول العالم نعم نعم سليل نعم وماذا عن الاستعدادات الأمنية أو الاحتياطات من قبل القوات الأمنية في إقليم كردستان في هذا اليوم طبعا الاستعدادات الأمنية كبيرة جدا كما قلت لك مدينة أربيل تشهد استعدادات عديدة منها قطع أغلب الطرق التي تؤدي إلى قاعد سعد عبد الله للمؤتمرات وكذلك هناك تجديدات أمنية وخطط أمنية عدة تقام في أرجاء مدينة أربيل وذلك لحفاظ على سلامة وفود القادمين وكذلك حفاظ على سلامة المراسيم التي تقام اليوم وإقامتها دون أي خروقات أمنية طبعا هذه الاستعدادات الأمنية يضاف إليها استعدادات بروتوكولية استعدادات وخطط قانونية أيضا جرى التحضير لها منذ عدة أيام لإتمام هذه المراسيم بشكل جيد ودون خروقات وبشكل آمن من خلال هذه الخطط ومن خلال هذه الاستعدادات لحفاظ على أمن وسلامة الوفود وكذلك أمن وسلامة أو كذلك الحفاظ على نجاح هذه المراسيم في مدينة أربيل مراسلتنا سليل العصام كنت معنا مباشرة من قاعة سعد عبد الله سنحاول العودة إليك في أوقات لاحقة مشاهدنا والآن عودة مرة أو فاصل ونواصل التخطيئ ترجمة نانسي قنقر نعم مشاهدنا تغطيتنا اليوم مستمرة وعلى مدار اليوم لمراسم تنصيب نيتيرفان بارزاني كرئيس لإقليم كردستان مشاهدين والآن عودة من جديد إلى ضيفنا في الستوديو دكتور محمد يعني ماذا لديك أخيرا كلمة تقولها في هذا اليوم مثلا أو نستطيع القول ما لديك أو كيف ترى ما هي الصفات التي تراها في شخص نيتيرفان بارزاني لقيادة أقليم كردستان صفات السيد الرئيس نيتيرفان بارزاني هو صفات القائد ليستطيع إدارة الأزمة وإدارة الوضع الطبيعي وإدارة مختلف الأوضاع في مختلف المنجل هو رجل سياسي ونستطيع أن نقول عليه أيضا قائد عسكري واقتصادي وله القدرة في التعامل مع مختلف الظروف أما بالنسبة لرأي في ما يحصل في قيادته للفترة المقبلة نتمنى من سيادته أن يهتم بمختلف الجوانب التي سبق ونهتم بها من جانب العلم الجانب العلمي في التربية والتعليم العالي اهتمامه بالمجال الرياضة اهتمامه بمجال الفن اهتمامه بمجال السياسة واهتمامه بمجال الاقتصاد ومجالات المختلفة وأبرجها هي مجال السياسة وتدعيم وتقوية الوضع الأقليم كردستان وتطويره نحو الأحسن مكاز وعلى هذه السواء ووصول فؤاد معصوم الرئيس جمهورية العراق السابق وصل إلى قاعد سعاد عبدالله مشاهدنا كنا معكم خلال هذه الساعتين أنا ديار بكر وإيضا دلشين صوفي وإيضا نقل كل ما تعلق بتغطيتنا حول أداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان نعم مشاهدنا والآن سنترككم مع الزملاء الشيلان ومحمد ليكملوا التغطية لهذا اليوم وفي أمان الله نعم في أمان الله وشكرا لحسن المتابع وأيضا شكرا جزيلا لك دكتور محمد شهاب على السادة الجامعة وعذرنا على المقاطعة ولكن بسبب ناقل جميع التفاصيل حول هذا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة 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 في القناة بقناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خاصة اشتركوا في القناة بقناة مشاهدنا سيد عمار ساعة اشتركوا في القناة عراقيون بقناة موسيقى 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 نعم المدن موسيقى 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 بارزان موسيقى 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 في الساعة 11 لكن يبدو أن التأخير كان من أجل الانتظار لوصول الوفود كاملة إلى مدينة أربيل ونرى في قاعة سعد عبدالله هناك وفود تأتي وأيضا في مطار أربيل الدولي هناك طائرات وحدة والأخرى تأتي الحضور الآن في قاعة سعد عبدالله للمؤتمرات للأب لويس ساكو الكرسي الرسولي أيضا حاضر الآن في أربيل عاصمة قليم كردستان وكان له أيضا تصريح لأب لويس ساكو لويس رفائل ساكو طبعا أن قليم كردستان هو المكان الأمن حاليا في العراق الذي يشهد انقاص لحجم الحضور المسيحي الأصيل العراقي والمكونات المسيحية الأشورية والكلدو أشور والأرمن أيضا وإفراغ العراق منهم وتلك السياسة حذرة منها وذلك يعني أن المسيحيين في العراق يهاجرون للخارج لكن أقليم كردستان كما كان يؤكد في آخر تصريح له وهو ضيف حاضر الآن في أقليم كردستان ألا بلويس رفائل ساكو أن أقليم كردستان هو الملاذ الآمن والمقر الحالي لأكثر المسيحيين الذين ينزحون إلى أقليم كردستان للشعور بالأمان على كنائسهم وعلى حياتهم أيضا نعم محمد أيضا حضور لرئيس العلال الكنيسة السريانية الأرثوذوكسية في العالم وصل إلى أربيل يوم أمس ليشارك في مرسل قد تتزامن أيضا مع وزير الخارجي الألماني الذي حضر وهناك أيضا وفود لا تزال تستقبل من قبل هيئة الرئاسة في برلمان أقليم كردستان ممثلة بظالة فريد رئيسة برلمان كردستان والنائبين النائب هيمن هورامي عن الديمقراطية الكردستانية وعن الكتلة التركمانية مناقهوتي وهناك حديث الآن بيغار طالباني وكذلك أميد خوشنو في الأثناء مع هيئة الرئاسة رؤساء الكتل كلهم حاضرون وكذلك هناك حضور لشخصيات وضيوف ريانة الكردانية الآن حاضر أحد أعضاء البرلمان العراقي وهناك شخصيات عراقية أيضا حاضرة الآن شخصيات تستضيفها أربيل التي تفتح ذراعيها لكل الضيوف كما عهدناها في استقبالها للإخوة العرب العراقيين وكذلك اللاجئين السوريين والذين هم يعيشون الآن في بيتهم وبين أهلهم في ربوع كردستان العراق التي تتشرف بأنها كانت تملك أول بادرة قوة وردع لتنظيم داعش الإرهابي تمثلت بأبناء بيشمرغة كردستان الذين تصدوا لأكبر تهديد إرهابي عالمي دولي عبر للحدود والقارات فدفع عنه الكردستانيون بدمائهم نيابة عن العالم نيابة عن العراقيين ونيابة عن الكردستانيين وحتى نيابة عن الدول المجاورة لخلاص من هذا الرعب الذي انتهى على يد أبطال الكردستانيين والأبطال في البيشمرغة أيضا وبالتعاون مع التحالف الدولي والجيش العراقي أيضا نعم كردستان كانت دائما ملاذا آمنا لجميع النازحين واللاجئين سواء كانت في مرحلة داعش أو قبل مرحلة داعش أيضا نعم حتى قبل تلك المرحلة كانت أقليم كردستان تحتضن اللاجئين والنازحين كما تعلم ولغاية هذه اللحظة محمد ما زالوا موجودين نعم نحن نتحدث وتتحدثين عن الوجود الكردستاني هناك حضور أيضا للأحزاب الكردستانية ممثلة بألمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاد الدين وكذلك الدكتور علي سندي نجده حاضرا هنا والآن وزير المالية العراقي بن جين ريكاني أيضا حضر في المراسم هذه ليشارك في مراسم تقديم والقراءة لليمين الدستورية في قرلمان كردستان نعم نرى الوفود الذي سيأتون إلى مطار أربيل وأيضا هناك استقبال من قبل الرئيس المنتخب لقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني ينتظر وأيضا السيد قباط طالباني ووزير وزير الداخلية كريم شنجاني نعم نعم السيدنا وزاد هذه أيضا محافظة أربيل سفين جزي المتحدث باسم حكومة نعم نعم أقليم كردستان وأيضا فلاح مصطفى أعتقد أن الاستقبال كان هو الأكبر في هذه الفترة وصول رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح وفي استقباله الرئيس المنتخب لأقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني في هذه اللحظة هناك وصول للرئاسة العراقية نعم واستقبال من قبل الرئيس المنتخب في إقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني نعم العلمين العراقي والعلم الكردستاني زينا الطريق من مطار أربيل الدولي باتجاه برلمان كردستان باتجاه قاعة سعاد عبدالله الكبرى للمؤتمرات وهناك حضور لحكومة تقليم كردستان نائب رئيس حكومة تقليم كردستان ووزير الداخلية ورئيس العلاقات محافظة أربيل أيضا كلهم في استقبال نعم سوفين ديزي المتحدث باسم حكومة تقليم كردستان الرئيس العراقي نعم نعم مشاهدين الكرام كما تلاحظون وتتابعون وصول الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح إلى مدينة أربيل وفي استقباله الرئيس المنتخب لإقليم كردستان نيشيرفان بارزاني ليشارك في مراسم اليمين القانوني المستشارون للرئيس العراقية الآن هم أيضا حضروا وهناك وصول قريب جدا لرئيس الحكومة العراقية نحن في الانتظار لتغطية الحدث مشاهدي زاكروس تيفي أولا بأول ومن قلبه وعبر كوكبة من المراسلين والمفادين أيضا إلى مكان الحدث وهو تقليم كردستان وأربيل التي تصنع الفارق هذه المرة عبر العملية الديمقراطية والقراءة الدستورية لليمين عبر الرئيس المنتخب هناك أيضا حضور مهي جدا الآن وزير المالية العراقي فؤاد حسين نعم رئيس الحكومة الحكومة العراقية دكتور فؤال حسين نعم الحكومة العراقية حاضرة الرئيس العراقية حاضرة الأحزاب العراقية والأحزاب الكردستانية هذا اندل على شيء فإنما يدل على أن هناك مكانة إقليمية كبرى لإقليم كردستان في الداخل العراقي لا بل تعداه إلى التأثير على العواصم المجاورة أنقرة طهران حاضرتان الدول الخليجية عبر ممثلياتها والقناصل والسفراء أيضا حاضرون المعادلة الدولية لم تستطع أن تتناسى إطلاقا الحضور القوي في التحديات المفصلية والمصيرية في المنطقة والتي بقي صامدا وقويا إقليم كردستان فيها محافظا على المكونات الموجودة في المنطقة الضيوف يتوافدون حتى هذه اللحظة على مطار أربيل الدولي والسلم للطائرة بات مشرعا لاستقبال الجدد من الضيوف الكرامة الذين يرحب بهم الشعب في إقليم كردستان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 المحلل السياسي مرحبا بك سيد عبدالغني سيد عبدالغني ما هو انطباعكم الأول حول اتساع المشاركة الدولية من خلال القيادات البارزة في بلدان العالم في حفل التنصير بلا شك ان الحدث الذي يجري الان في كردستان بخصوص تنصيب السيد نيسلوان البارزاني الرئيسا لأقليم كردستان يعتبر اهم حدث داخلي كردستاني وعراقي وكذلك اقليمي وعالمي ايضا فمنذ انتخابه يوم 19.05 من هذا العام من قبل برمان الكردستان الرئيس لأقليم كردستان فان الوسط الدولي اهتم كثيرا منذ البداية بتنصيبه رئيسا لأقليم كردستان فلقد سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكذلك فرنسا ودول اخرى ايضا الى الترحيب به وتهليئته وفي روسيا الاتحادية نظمت ندوة بالمناسبة كما نرى ان الاهتمام به على الصعيد العراقي اهتمام ملحوظ جدا فلقد وصل اليوم رئيس الجمهورية وكذلك رئيس البرلمان وشخصيات كبيرة مثل السيد عمار الحكيم وغيره لذا انا شخصين كنت اتوقع ان يحتفي العالم به سيما اذا علمنا انه ترأس معظم الحكومات الكردستانية بعد عام 1992 كما انه ينتمي الى حزب يعتبر من اكبر الحزاب الكردستانية والعراقية ففي الانتخابات الكردستانية حاز على 45 مقعدا وفي الانتخابات العراقية حاز على 25 مقعدا من دون ان يدخل في تحالفات مع اي حزب اخر فضلا عن ذلك فانه ينتمي الى اسرة تحققت على يدها معظم المكاسب للشعب الكردي بدءا من بيان 11 اذار عام 1970 وكذلك الحوادث التي سبقته وفيما بعد ايضا لذلك اقول ان الرجل يكتسب خبرة كبيرة ولقد عرفها في الوسط الدولي على انه نصير للتعايش وكذلك للتقارب ولحل المشاكل بطرقه السلمية لهذا كما الاحظ ان الاهتمام باحتفاء بمراسيم تنصيبه لا يضاهيه سوى الاحتفال بالتصيب رؤساء الولايات المتحدة الامريكية رغم الفارق الشاسع بين اقليم كردستان وبين الدولة العظمى الولايات المتحدة الامريكية فاليوم مثلا انتخب الرئيس الكازاخستان بعد انتخابات ديمقراطية وجلية هناك ومع ذلك لا نجد الاهتمام بهذا الحدث الكازاخي مثل الاهتمام بالحدث الكردستاني هذا وفي رأيي ان هذا يعود الى اسباب عدة منها بيرجى رئيسة اقدام الاقليم في الخامسة والعشرين من التسعاء من الشهر التاسع في عام 2017 على اجراء استفتاء على استقلال كردستان وفي حينه اذكر ان الشعب الكردي كيف تدفق الى الشوارع والساحات والى الموضي الكردستانية استعدادا للتصوير على استقلال كردستان ومنذ ذلك الوقت ارى ان الاستفتاء جعل من اقليم كردستان ذو قيمة في نظر المجتمع الدولي بدليل ان الحزب الديمقراطي الكردستاني فاز بمعظم الاصوات في انتخابات عام 2017 في كردستان كما فاز بخبصة وعشرين مقعدا في الانتخابات العراقية عام 2018 ولذلك اقول ان الاستفتاء هذا عزز من مكانة الشعب الكردي وقوى منه كثيرا على الاكس مما يردده بعض من المغرضين ضد الشعب الكردي وارى ان هناك مستقبلا زاهرا امام الشعب الكردي لانه انتخب رجلا صالحا وذكيا لأقليمه لأقليم كردستان وهو رجل محبوب لدى الجميع الاستاذ عبدالغني علي يحيى بتحليلك السياسي للموضوع هل تجد ان الكردستانيين اليوم في اقليم كردستان مع هذا النجاح الاجتماعي الذي ظهرت فيه ولمحت هل نجحوا سياسيا في اثبات مكانتهم في رأيي ان يتوقف نجاح السيد لشفان بارزاني رغم توفر شروط نجاح السيد عبدالغني علي يحيى اسفون الان سننتقل الى قاعة سعد عبدالله للمؤتمرات في اربيل اسفون على المقاطعة هناك للمزيد من التواكب والمواصلة معكم الى هناك حيث الجديد في برلمان اقليم كردستان والجلسة ووصول للشخصيات البارزة والان وصول للرئيس العراقي برام صالح واستقبله الرئيس المنتخب لبرلمان كردستان نيشيرفان بارزاني وهما ينطلقان الان الى داخل الجلسة لاداء اليمين الدستورية الحضور للرئيسين الكردستاني المنتخب لقليم كردستاني شيرفان بارزاني والرئيس العراقي برهم احمد صالح وهناك ايضا حضور تم جاء من قبل السيد رئيس مجلس الامن في اقليم كردستان سيد مسرور بارزاني ونائب رئيس اقليم كردستان ايضا قباط طالباني حاضر وهناك ايضا الصحفيون واعضاء البرلمان وحيئة الرياسة في برلمان كردستان ورؤساء الكتل ينطلقون جميعا الى داخل برلمان كردستان والذي استضيف من قاعد صعد عبدالله للمؤتمرات اليوم لتنطلق من هناك هذه الجلسة الاستثنائية والتي ستبقى مفتوحة حتى يومي غد لغاية الاتمام لاختيار وتسمية رئيس حكومة تقليم كردستان فيما بعد المرشح هو ايضا حاضر الان في هذه الناسة يبدو ان جميع الوفود قد وصلت محمد الى مدينة اربيل وتوجهوا الى القاعة ليبدأ المراسم مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني وادائه اليمين الدستوري برلمان كردستان امام موعد تاريخي هذا اليوم امام موعد هام جدا انه انتخاب الرئيس واداء عذرا اداء الرئيس الثاني المنتخب لليمين الدستورية كل الحضور يبدو ان الاكتمال وصل الى حده النهائي الان نعم نعم مشاهدين الكرام الوفود تصل تباعا ودوما نقول ان الاهتمام باقليم كردستان هذه المرة ونتوجه باسؤال فيه للاستاذ عبدالغني علي يحيى كنا سألنا وانطلقنا الى داخل التغطية في البرلمان وعدنا لك الان والعودو احمد المكان لقليم كردستان هل نجح الكردستانيون في تثبيتها نعم لقد نجح الكردستانيون بقيادة الرئيس مسعود البارزاني والحزب الديمقراط الكردستاني في ارساء مكانة الاقليم على نطاق دولي واقليمي كذلك بدليل حضور هذا الكم الهائل من وفود الدول المتقدمة وغيرها وكذلك الدول الاقليمية ايضا مثل التركيا وايران والعراق والدول الخليجية ايضا وبفضل السياسة الحكيمة للرئيس مسعود البارزاني فان الشعب الكردي حقق مراده على انتداد السنوات الماضية ولا شك ان السياسة الحكيمة للبارزاني هي التي تقف وراء النجاحات التي احرزها الحزب الديمقراط الكردستاني فهذا الحزب في اول انتخاب برلماني في كردستان عام 1992 وفي التاسع عشر من شهر ايار من ذلك العام فاز بواحد خمسين مقعدا من مجموع مقاعد برلمان الكردستاني المي وحد عشر وبعد مرور نحو اكثر من عشرين عاما على اول انتخابات فرلمانية كردستانية فاز الحزب بخمسة واربعين مقعدا وفي رأي انه رقم قياسي جدا في اخر انتخابات فرلمانية كردستانية لذلك استطيع القول ان اقليم كردستان قطع الشواطن هامة نحو الامام نحو الحرية وكذلك ونحو الاستقلال ايضا في المستقبل فهذا الذي رأيناه الآن في قاعة اقليم كردستان او في قاعة سعد عبدالله من مشاركة الوفود اجنبية وعربية واقليمية وغيرها دليل على ان اقليم كردستان قد قطع الشوطن هاما باتجاه تدويل القضية الكردية ولقد سمعت اليوم من اكراد في تركيا وكذلك في سوريا انهم يرون في الرئيس نيتشيروان بارزاني ليس رئيسا لجنوب كردستان فقط وان تضحيات هجسة كبيرة حققت اكثرية المكاسب للشعب الكوري ولا ننسى ان الحزب الديمقرالي الكردستاني منذ اول انتخاب برلماني لكردستان عام 1992 وانا هذا اليوم يفوز في كل انتخابات برلمانية في الاقليم وكذلك على صعيد الانتخابات العراقية ايضا فاز على جميع اللهم ساذ عبدالغاني علي يحيى ننتقل مرة انتباعا لنقل المجريات في قاعد سعد عبدالله وهناك حضور للسكرتير للحزب الديمقراطي الكردستاني السيد فاضل ميراني وكذلك الحزب الاشتراكي الكردستاني وهناك ايضا حضور للسادة علي العلاق في برلمان كردستان واحمد الجبوري محافظ صلاح الدين والشابندر العضو في حزب الدعوة الاسلامي وكذلك شخصيات كردستانية وعراقية وزير الدفاع العراقي السابق خالد العبيدي وشخصيات تتوالى في هذه اللحظة للدخول كما أسلفنا وهناك سيد كمال كاركوكي عضو اللجنة التفاوضية للديمقراطية الكردستاني وأحد القادة في فيشماركة كردستان وعضو المكتب السياسي وكذلك سيد فاضل ميراني ومحمود حما حاجي محمود الحزب الاشتراكي الكردستاني ووزير التخطيط الكردستاني في حكومة تقليم كردستان السيد علي سندي السابق طبعا لا تزال الوفود تتوالى وهناك وفود عراقية أيضا تحضر هذه الساعة إلى داخل الجلسة لتستضاف من قبل أربيل عاصمة تقليم كردستان ومن قبل برلمان كردستان وهناك أيضا الآن البرنامج الخاص بالجلسة وفود عربية ضيفة شقيقة أيضا تصل إلى داخل برلمان كردستان وفود من المملكة العربية السعودية والقنصلية السعودية والسفارة السعودية أيضا كلها حاضرة فالدول الخليجية والعربية أيضا تتمثل بقنصلياتها وممثلياتها وسفاراتها في العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل لتحضر هذه المراسم الكبيرة والآن معك شيلان يبدو أن عندنا برامج للجلسة نعم مشاهدين الكرام برنامج المراسم حسب ما أعلنته رئاسة البرلمان الوقوف دقيقة دقيقة صمت تكريما لأرواح الشهداء كردستان والعراق والاستماع للنشيدين الوطني العراقي والنشيد القومي الكردستاني عراقي قراءة القرار رقم 6 لسنة 2019 والخاص بانتخاب نتشيرفان إدريس مصطفى بارزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق القصم القانوني لرئيس إقليم كردستان من قبل نتشيرفان إدريس مصطفى بارزاني بحسب أحكام المادة التاسعة من القانون الرقم 1 لسنة 2005 المعدل وإلقاء عدد من الكلمات من قبل الحضور بهذه المناسبة كلمات رئيس إقليم كردستان نتشيرفان إدريس مصطفى بارزاني تسمية رئيس وزراء إقليم كردستان العراق بحسب أحكام الفقراء الثالثة من المادة السادسة والخمسين من قانون انتخابات بارلمان كردستان لسنة 1992 المعدل نعم هذه كانت حسب ما وردنا من مجلس الوزراء في أقليم كردستان نعم محمد نعم حضور للشخصيات العراقية والكردستانية والدولية أيضا يعني أن هناك اهتماما دوليا بارزا في المنطقة وليس في العراق وكردستان فقط بهذه المراسم ورئاسة إقليم كردستان التي فعلت القانون فيها من قبل البرلمان الكردستاني أخيرا وجاء ليعمل على توجيه الدستور في إقليم كردستان ليكون هناك خدمة أفضل للمواطنين الكردستانيين في العمر الحكومي في قادم الأيام الشخصيات الكردستانية حاضرة الآن هناك حضور لديندار زيباري المسؤول في هيئة الهيئات الإنسانية لأكثر من دورة حكومية والمختص بالرد على التقارير الدولية التابعة لأشأن الإنساني وحقوق الإنسان في إقليم كردستان نعم ومنسق التوصيات في حكومة إقليم كردستان اليواسي روان بارزاني حاضر الآن وشخصيات كردستانية أخرى أيضا في الجوار وعراقية وخليجية وعربية دولية أيضا القاعة يبدو أنها ابتلأت عن بكرة أبيها في هذه اللحظة حسب المشاهد الآن ونجد أن هناك وفودا لا تزال تستقطبها هذه المراسيم تحضر إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان المكانة الحالية لإقليم كردستان فرضت وجودا هاما دوليا عبر الممثليات عبر الشخصيات التي تحضر إلى هنا الرئيس مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان الأول وهو الشخصية في المكانة البارزة مع رئيس العراقي برهم صالح حاضران ورئيس تيار الحكمة سيد عمار الحكيم أيضا وهناك الآن حضور وانطلاقة فعلية بحضور الرئيس مسعود بارزاني وزيرة الخارجية العراقية السابق الشيار زيباري والسيد مسرور بارزاني والسيد نيشيرفان بارزاني الرئيس المنتخب لإقليم كردستان معهما قباط طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان الرئيس مسعود بارزاني في هذه اللحظة يدخل إلى القاعة ومعه إلى يمينه الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح الجماهير تستقبل رئيس مسعود بارزاني بالتصفيق والحضور أيضا الدبلوماسيون والدوليون يتقدمهم الرئيس مسعود بارزاني يلقى التهنئة والتحية من الضيوف الحاضرين مشاهدين الكرام في هذه الأثناء الرئيس مسعود بارزاني حضر إلى قاعة البرلمان في هذه الأثناء سيكون لرئيس مسعود بارزاني كلمة سيلقيها في هذا المحفل الكبير نعم مشاهدين الكرام بعد قليل ستبدأ مرسم تنصيف نيتشيرفان بارزاني التي تعد الأكبر على مستوى إقليم كردستان والعراق وهو منصب رئيس إقليم كردستان ونترككم مع هذه الصور الحية من أرض الحدث قاعد سعد عبدالله للمؤتمرات وجلسة بارلمان كردستان ترجمة نانسي قنقر 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 السيد نيتشيرفان بارزاني رئيس مجلس وزارة أقليم كردستان والرئيس المنتخب لأقليم كردستان القاضي متحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية وقسم محمد رئيس مجلس القضاء والمحكمة في كردستان نواب وأعضاء مجلس النواب العراقي نواب ووزراء حكومة تقليم كردستان والوزراء في الحكومة الاتحادية الرئيس وسكرتير وأعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس القيادي لجميع الأحزاب الكردستانية والعراقية القادة العسكريين الشخصيات السياسية والثقافية والأكاديمية والدينية والاقتصادية على مستوى أقليم كردستان وخارج أقليم الرئيس وسكرتير والنقيب المنظمات وأيضا ورئيس جامعة وأيضا المؤسسة الحكومية وممثلية الدول الأجنبية في العراق وفي أقليم كردستان ممثل جميع الدول الأصدقاء والمتحالفة الضيوف الكرام باسم رئاسة برلمان أقليم كردستان وجميع أعضاء برلمان أقليم كردستان نرحب بكم أجمل ترحيب وشكرا لحضوركم في هذه المراسيم مراسيم أداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان العراق نيشيرفان بارزاني أيها الحضور ومشاركتكم دليل على وفائكم لمضال شعبي كردستان وهذه العلاقة التاريخية بين جميع المكونات العراقية والأصدقاء وأصدقاء الشعب الكردي في هذه الدول اليوم ويوم تاريخي في نضال وتاريخ شعبي كردستان والذي يتسنى فيه نيشيرفان بارزاني رئيسا لأقليم كردستان ويؤدي اليمين القانونية ويبدأ مهمه كرئيس لأقليم وننتظر رئيس أقليم كردستان كأكبر سلطة تنفيذية أن يكون له دور بارز ومهم في استعجال لتشكيل الكابينة الجديدة أيضا وتكليف الكابينة الجديدة وذلك بكل الجهود لجميع الرئاسات الثلاثة رئاسة أقليم كردستان ورئاسة مجلس الوزراء وبرلمان أقليم كردستان وذلك لخدمة شعبي كردستان وجميع ذوية الشهداء إذن لننطي الفوصة لإلقاء هذه الكلمة باللغة العربية رئاسة فرلمان كردستان وباسم أعضاء الفرلمان وهي المناسبة تؤكد مرة أخرى السلام التفاحي التاريخي بين مكونات الشعب العراقي من العربي والكردي والتركمان وكل دعاء شعور وجميع القوميات والأليان والطوائل السيدات والسادة إنما يجمعنا اليوم هو الإرادة الحرة الموحدة التي صاغها دستور جمهورية العراق لعام 2005 حيث حدد مؤسسات حيث حدد أسس ومقومات بناء العراق الجديد عراق الديموقراطية والفيدرالية والعدالة واحترام وكفالة التنوع القومي والديني ومراعاة خصوصيات مكوناته إضافة إلى مشتركاته التي تعمل معا من أجل الرخاء وازدهار وتقدم البلاد لنا كل الثقة بأن جمهورية العراق الاتحادي بعملنا المشترك والاحتكام بالدستور سيشهد المزيد من التطور والنجاح والاستقرار الحاضرون الكرام نكرر ترحيبنا بكم في أربيل عاصمة إقليم كردستان ونتمنى لكم طيبة الإقامة وسيبقى حضوركم ومشاركتكم في هذه المناسبة رمزاً للتأخي والوحدة والإرادة والعمل المشترك بما فيه خدمة شعب كردستان شعب العراقي بكافة قومياته وأديانه ونحو بناء مستقبل مزدهر لأجيالنا القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الحضور والآن ندعو سكرتير برلمان أقليم كردستان لقراءة برنامج جلسة اليوم لبرلمان كردستان رقم ستة فليتفضل لقراءة برنامج الجلسة رئيس برلمان وفقاً للفقرات الأولى والثانية للمادة السادة عشر المادة الثالثة ووفق النظام الداخلي لبرلمان كردستان هيئة الرئاسة قررت برنامج عاقة الجلسة للموسم الربيعي والدورة الخامسة في الساعة الحاضية عشر اليوم الاثنين المصادف العشر من حزيران وذلك أداء اليمين القانونية لرئيس أقليم كردستان عراق أولاً الوقوف دقيقة صمت أيضاً قادة التاسعة من القانون رقم واحد لسنة 2005 المعدلة رابعاً القاعدة من الكلمات من قبل الحضور بهذه المناسبة خامساً كلمة رئيس أقليم كردستان نيتشيرفان إدريس مصطفى بارزاني وتسمية رئيس وزراء أقليم كردستان العراق بحسب أحكام الفقراء الثالثة من المادة السادسة والخمسين من قانون انتخابات بارلمانية كردستان لسنة 92 وتسمية والف المعدلة منخص جلسة الثلاثاء أيضاً كتالي أولاً بدأ الجلسة برئاسة رئيس البرلمان قراءة برنامج الجلسة وعدد الحضور والغائبين وأيضاً من قبل سكرة البرلمان ثالثاً البدأ ببرنامج عمل من قبل رئيس برلمان كردستان رابعاً اسماء المرشحين لرئيس أقليم كردستان وفق وفق قانون المعدل لرئيس أقليم كردستان والمعدل خامساً انتخاب السيد نيجيرفان مصطفى ريس بارثاني لقليم كردستان والختام الجلسة من قبل رئيس البرلمان شكراً جزيلاً سكرتير البرلمان وأيضاً سعد الحضور وعضاء البرلمان والآن نبدأ بتنفيذ الخالة الثانية من برنامج عمل جلسة اليوم والمؤلفة من قراءة القرار رقم 6 لسنة 2019 والخاص بانتخاب نيجيرفان إدريس مصطفى بارثاني رئيساً لأقليم كردستان العراق بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كردستان العراق القرار رقم 6 تاريخ 28 ووفقاً لأحكام المادة الأولى لأحكام الفقر الثالث من المادة الـ 56 لقام انتخابات برلمان أقليم كردستان لسنة 92 المعدل تم إقرار التالي أولاً انتخاب السيد نيجيرفان إدريس مصطفى بارثاني كرئيس لأقليم كردستان العراق ثانياً هذا القرار يتم العمل به في الثامن والعشرين من شعر عيار عام 2019 ويتم العمل به وينشر في الجريدة رسمية باسم الشعب برلمان كردستان العراق رقم القرار 6 تاريخ القرار 28-5-2019 القرار استناداً لأحكام الفقر الأولى من المادة الـ 26 من قانون رقم 1 لسنة 1992 المعدل والبنت خامساً وسادساً من فقر أولاً من المادة الرابعة من قانون رقم 1 لسنة 2019 قرر فرلمان كردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 28-5-2019 ما يليه أولاً انتخاب السيد ناتيربان إدريس مصطفى بارساني رئيساً لإقليم كردستان العراق ثانياً يعتبر هذا القرار نافذاً من تأريخ 28-5-2019 وينشر في الجريدة الرسمية وقايع كردستان سيد الضيوف الكرام وأعضاء برلمان كردستان المادة الثالثة من برنامج اليوم والقسم القانوني رئيس أقليم كردستان من قبل نيتشيرفان إدريس مصطفى بارساني وبحسب أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 1 لسنة 2005 المعدل نرجو من السيد رئيس أقليم كردستان نيتشيرفان إدريس مصطفى بارساني ليتفضل ولأداء القسم القانوني ووفقاً لأحكام المادة التاسعة لسنة 2005 فليتفضل شكراً جزيلاً أقسم بي الله العظيم أن أحافظ على حقوقي ومكتسباتي والتوحيد ومصالح مواطني أقليم كردستان وواجباتي أن وديها بكل تفاين وإخلاص والله ولي التوفيق شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً النقطة الرابعة من البرنامج والقاعدة من الكلمات من قبل الحضور بهذه المناسبة التاريخية سيد نيجيفان سيد إذن الرئيس مسعود بارزاني يلقي كلمة بهذه المناسبة الرئيس مسعود بارزاني يتفضل ليلقي كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم ساد الحضور أرحب بكم جدا وأشكركم على حضوركم ومشاركتكم وسعيد جدا بمشاركتكم شكرا لعلي القدير وإعادة الأوضاع وتنظيمها في أقليم كردستان خاصة بعد انتخابات الثلاثين من أيلول وشكرا لشعب كردستان وصمودهم أمام الكثير من التحديات والمؤامرات وتحياتي لأرواح الشهداء الطاهرة لأقليم كردستان نتيجة انتخاباتي الثلاثين من أيلول إلى عام الماضي كانت هناك ظروف جديدة وفي عملية ديمقراطية تم اتيار رئاسة برلمان أقليم كردستان واليوم يؤدي أو أدى رئيس أقليم كردستان اليمين القانونية ويوم غات خطوات تبدأ خطوات تشكيل حكومة تقليم كردستان الجديدة أود هنا أن أشير أو أبارك نيجيرفان بارزاني وأتمنى له النجاح والموفقية وبكل قوة سأكون داعما له أدعو بشكل جدي حكومة تقليم كردستان والاتحادية بأن يحاولوا معنوا بأقرب فرصة فرصة لحل جميع أو المشاكل التي بقيت عالقة لحد الآن خاصة المشاكل المتعلقة بالمناطق الكردستانية خارج إدارة تقليم كردستان أو المتنازع عليها وكما نلاحظ أن هناك مشاكل بدأت تزداد يوما بعد يوم خاصة في هذه المناطق وهذا مؤشر خطير ويجب حل هذه المشاكل بكل حكمة وتفاهم وبالتنسيق بين جميع مكونات أو المكونات العراقية لحل هذه المشاكل العالقة ووفقا للدستور صحيح أن داعش تعرض إلى قضاء تم الانتهاء على قضاء داعش ولكن تهديد داعش باقية مستمرا ويحاول مجددا تنظيم صفو فيه وهناك أفكار داعشية ما زالت باقية وهذه مخاطر ومؤشر خطير على أمن وليس فقط على أقليم كردستان وإنما على العراق والمنطقة والعالم إذا يجب الوقوف بشكل جدي لمواجهة هذه الأفكار وهذه المخاطر الجدية كي لا تتكرر تلك المآسي التي حدثت في 2014 وللمشاكل الشرق الأوسط أتمنى أن يعالجوا جميع هذه المشاكل بالتفاهم والحوار لأن الحرب لا يختم أي جهات كانت ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا للرئيس مسعود بازاني وهذه الكلمة القيمة السيد دكتور برهم أحمد صالح رئيس جمهورية العراق الفدراليب فليتفضل لإلقاء كلمته أيضا ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا للأمار والسلام في المنطقة وهذه المناسبة وأبارك الشقيقي السيد نجفان بازاني ونحن انتظرنا وننتظر منه وأنا هنا صراحة أركز على دور الرئيس البازاني وكان لدي دور عميق وخاصة فيما تعلق بالمحاور المهمة ومن هنا أنا أيضا أريد أن أكرر شكري وامتداني السيد كوسرة نائب رئيس أقليم كوردستان وأنا كلي أثقة بأن الشخصيات المهمة وإذا الدور السيد الرئيس المسعود بازاني هو مستمر السيد مسعود بازاني ناضل خمسين سنة وكان لديه دور رئيس في كوردستان والعراق ونحن أيضا نتحمل لأنه في الحقبة القادمة لأن ندعم سنوية حيزو حواراكاني خوط كوردستان دي بذلك السيد رئيس أسعد كوردستان بجال المساكل كوردستان وهو حفظا OK ويجدانيش وهو ما всех يشتواني كوردستان بهذا القبل والعراق على قبل الطلب من الدور ومن خلال الأخير ونحن نافجتها ومن خلال الأسر ومن خلال الأسر ناستاندن دستوري وفنا جرائم الأنفال وتهجير هالي الفال وحلبشا والمئات من القرى والقصبات والكردستانية وحرق الأرض ونضال وتضحيات قوات البيشماركا وشهدائنا الأمرار هذه المكتسبات والحرية التي نشهدها اليوم لذا يجب أن نقيم عاليا هذه المكتسبة بكل قوة ونحافظ على هذه المكتسبات وبتوحيد صفوفنا وبتعاون الجميع مع رئيس أقليم كردستان والحكومة الجديدة لأقليم كردستان وذلك لتقديم أفضل الخدمات لشعب كردستان وإجراء إصلاحات وإجراء التعديلات أيضا وبسط القانون لأقليم كردستان وشعبه وأيضا تأثيره على باقي المناطق العراقية الأخرى أيها الحضور الكريم نحن نعلم جيدا الظروف التي يمر بها المنطقة والحساس ووضع الحساس وأيضا الشعب العراقي في الماضي تعرض إلى العديد من الحروب والمعارك وفرط هذه عليها وآخرها حرب داعش وبنضال الجيش العراقي وتضحيات البشمرق أيضا والحجر الشعبي وبدعم قوات التحالف الدولي والإصدقاء استطاع بعد كل هذه التضحيات أيضا ودمى أن ينتصر بانتصارا تاريخيا على تنظيم داعش الإرهابي لذا الحفاظ على هذه المكتسبات واجبون علينا جميعا على مستوى العراقي والمنطقة والعالم وذلك بالحفاظ على توحيد الصفوف الشعب العراقي والقوى العراقية ومواجهة تحديات أخرى ومحاولة إبعاد العراق عن السراعات الأقليمية وأيضا محاولة معالجة هذه المشاكل على مستوى الأقليم الشرق الأوسط بعد كل هذه الصراعات والكوارث والفكر المتشدد بحاجة إلى معالجة أساسية وجذرية لتأسي استنظام تعاوني وسياسي اقتصادي لحفاظ على مصالح أو في خدمة مصالح الشعوب والحفاظ على السلام والتحرور وواجهة المتشدد والحفاظ على حقوق المكونات فرض الحرب ليس حلا وإنما الحوار والتفاهم أيضا وأيضا تقديم الخدمات بدون شك استقرار الشرق الأوسط بدون حفاظ أو سيانة حقوق شعب كردستان والشعب الكردي كمكون رئيسي أصيل في الشرق الأوسط مع الشعوب العربية والفارسية والتركية والمكونات الأخرى لهذه المنطقة ويجمعون الثقافة لذلك يكون أساسا لهذا النظام الجديد في هذه ساحة الصراعات حاول أن نبعد العراق عن هذه الصراعات وبتعاون الجميع وأيضا أقليم كردستان ونجعل يكون منطقة للمصالح المشتركة ويكون العراق أيضا لا يكون محطة أو ساحة للصراعات الأقليمية وهذا بلا شك واجبنا جميعا وتوحيد الصفوف في العراق هذا نعم بشكل نظري سهل ولكن بحلول وبشكل عملي وتطبيقي يحتاج إلى حلول بالفعل وتطبيق عملي ومعالجة عديد من المشاكل الاجتماعية ليس فقط فيما يخص العلاقات بين أقليم كردستان ومع الحكومة الاتحادية وإنما على مستوى نظام الحكم وفي البصرة والكود وباقي المناطق الأخرى أيضا العديد من المناطق العراقية يعانون من المشاكل العديدة لذلك معالجة هذه المشاكل يجب الرجوع والاستينات إلى الدستور واتفاق جدي بين التطبيق الموات الدستورية التي تستطيع فعلا بسط السلام والأمن وسياسة الحكم الرشيد بين الشعب العراقي وبنفس الوقت علاقات صحية جيدة بين حكومة أقليم كردستان وبين الأقليم كردستان والحكومة الاتحادية سيد نيجيربان بارزاني له تجربة كبيرة في الحكم والعلاقات الدبلوماسية ننتظر من أن يقوم بدور مؤثر كبير للحفاظ على هذه العلاقات أيضا وأيضا تطويرها بين العلاقات بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية وأيضا لإيجاد حلول جدرية وأنا بكل ثقة الدكتور عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق أيضا الأخ القدير محمد حلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي وبحضور كل هذه النخب السياسية البارزة العراقية بتعاونين هناك بتعاونين ودعمين كثيرين في بغداد لاتصار أقليم كردستان وأيضا قوة أو دعم لبغداد ولنجاح تجربة أقليم كردستان نجاح لبغداد وللبصرة وأيضا نجاح تجربة بغداد وقوة بغداد أيضا وإعمار موصل أيضا يكون دعم لأقليم كردستان وبالعكس لذا بعيدا عن السراعات نحاول أن نستغل هذه الخيرات خيرات هذا البلد ونضعها في خدمة الشعوب العراقية وتوفير فرص العمل للشباب وأيضا تطوير أو تطوير البجتمع سيداتي سالتي أود أن أتحدث باختصار عن ما قلته باللغة الكردية أنها مناسبة تأريخية مهمة أن نجتمع هنا في أربيل قاصمة إقليم كردستان لنشارك في مراسيم تنصيب الأخ العزيز كاغنيتشيرفان رئيسا لإقليم كردستان هذه مناسبة واجب علينا أن نشيد بما قدمه السيد مسعود البرزاني من خدمات كبيرة ودور مهم خلال فترة ترأسه الإقليم مسعود البرزاني شخصية غنية عن التعريف قضى أكثر من نصف قرن في صفوف البيشمارقة والنضال السياسي وكان له الدور الأبرز في الأحداث والتطورات التي شهدتها كردستان والمنطقة هو والمرحوم مام جلال لعبوا دوراً مهماً مع القيادات العراقية الأخرى ومنهم السيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله دكتور عادل عبد المهدي وأرجو أن لا يزعل مني من الأخوة الذين لا تحضرني الذاكرة في هذه اللحظة أن أذكرهم الذين شاركوا في صياغة الدستور الذي ارتضيناه لأنفسنا فيصلاً لحكم بلدنا وفيصلاً لحل مشاكلنا كردستان تمثل تجربة مهمة قوة كردستان قوة للعراق قوة بغداد وقوة البصرة قوة لكردستان هذا هو المنطق الذي يجب أن نستند إليه في تعاملنا ونتمنى من أخينا نيتشيرفان الذي له التجربة الطويلة في حكومة الإقليم وأيضاً له العلاقات الواسعة والمتشاعبة نتوقع منه ونتوسّم فيه كل الخير في تعزيز العلاقة بين الإقليم وبغداد قلت أيضاً أن ما تحقق من نصر عسكري مهم على داعش نصر يجب الحفاظ عليه هذا النصر الذي تحقق بفضل تآزر القوات العراقية من الجيش من البشمرقة من الحشد وبالدعم التحالف الدولي والأصدقاء نصر يجب أن لا نستخف به ومن ذلك المنطق يجب أن نعمل على عدم تكرار مآسي الماضي والعودة بالعراق إلى آتون الأزمات والحروب هناك مشاكل عديدة تعصف بالمنطقة مصلحة العراق أن يتحول إلى ساحة للتعايش والمصالح المشتركة لا ساحة للإحتراب وتصارع القوى الإقليمية لا يتحمل العراق ذلك إذا أردنا أن ننجح في هذا المسعى يجب علينا تعزيز وحدتنا الوطنية وتكاتفنا الداخلي مستندين إلى الدستور فيصلاً لحل مشاكلنا هذا الدستور فيه من المواد والمفاهيم ما يمكننا من تجاوز مشاكلنا اليوم مشالحنا مشتركة رؤانا مشتركة يجب أن لا نعود إلى ماضي الاحتراب والتنازع وعلى صعيد المنطقة آن الأوان لشعوب هذه المنطقة أن تنعم بخيرات هذه البلاد وأن تكون هناك بدلاً من هذه الحالة المؤسفة من الاحتراب والتنازع منظومة إقليمية جديدة مبنية على التعاون الاقتصادي والسياسي واحترام حق الشعوب في الحياة الحرة الكريمة الشعب الكردي شعب أصيل من شعوب هذه المنطقة كجيرانه من القرب والترك والفرس والشعوب الأخرى يشتركون في مصلحة الأمن المشترك والتعاون والثقافة المشتركة عسى ولعل ننجح في مسعانا بتحويل واقع التنازع في هذه المنطقة إلى واقع آخر ألا وهو التعاون والتكاتف أختتم بالتأكيد مرة أخرى على تمنيات الصادقة لأخي نتشيرفان مهمته لن تكون سهلة لكننا سنكون عوناً له ويقيناً أتوسّم فيه أنه سيكون عوناً لنا في حل الكثير من المشاكل التي تعترض مسيرتنا ودمتم موافقين وشكراً جزيلاً شكراً جزيلاً لرئيس جمهورية العراق الفيدرالي وإلقاء هذه الكلمة والآن يتفضل السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي لإلقاء كلمتها بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفقامة والمعالي والسعادة والسماحة المحترمون السيدات والسادة الحضور وكلًا حسب مكانه ومقامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها هو العراق العظيم تشرق شمس كردستان فيه على يوم جديد من أيام الديمقراطية التي تتجذر ويترجمها المواطن والسياسي والحزب والدولة على حد سواء إلى عمل ملموس وتداو واضح للسلطة يضاهي أكثر تجارب الديمقراطيات في المنطقة والعالم رغم أننا لازلنا نعمل على تحسين الأداء الديمقراطي ونتعاون من أجل إصلاحات من شأنها أن تتقدم بالنظام السياسي إلى الأمام وتمكن الدولة من خدمة المواطن وتعزيز الحريات العامة والحفاظ على التنوع والتعدد أيها السيدات والسادة نبارك انتخاب فخامة الأخ نيشيرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق وأن هذا الانتخاب يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العمل السياسي ومثالا حيّل لاحترام الدستور وإرادة الشعب من جهة وترجمة حيّة لتعزيز دور الجيل الثاني في العملية السياسية والذين اكتسبوا خبرة مهمة طوال عملهم مع القادة من الجيل الأول في العملية السياسية بعد التغيير حيث تنتظر الأخ الرئيس مهمة استكمال الحوار والتواصل مع بغداد لحسم وإنجاز العالق من الملفات وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم كما أننا أمام اختبار الشروع بإيجاد حلول لجميع المشاكل وتصفيتها وتصفيرها وأعتقد أن الأخ فخامة الرئيس بل أجزم سيكون قادر على إنجاز هذه المهمة فأمامنا تحديات كبيرة فأخي الرئيس كما نظلتم للوصول إلى ما هو عليه الآن من ديموقراطية في شعب إقليم كردستان وإعمار وتقدم أمامنا نظال من نوع آخر علينا أن نعمل إلى حاضر ومستقبل أفضل لأبناء الشعب العراقي جميعا بما فيهم أقليم كردستان وهذا يتطلب مننا العمل على إيجاد حلول سريعة وعاجلة للمشاكل العالقة التي تؤمن حلها سيؤمن الجيل القادم والمستقبل القادم لأبناء الشعب العراقي بما فيهم أبناء أقليم كردستان وسندعم توجهاتك في هذا الاتجاه وندعم عملك في مهامك الجديدة الحاضرون الكرام لم يكن ما نراه اليوم لينجز لو لا الإرادة الحقيقية لقيادة الإقليم السابقة والمتمثلة بفقامة الأخ الرئيس مسعود بارزاني الذي قدم خلال أكثر من نصف قرن جهداً حقيقياً في مسيرة النضال من أجل حقوق الشعب الكردي واستكمل المسيرة الشجاعة للمغفور له المُلا مصطفى البرزاني إلى أن تحقق الأمل بقيام أقليم كردستان العراق كما نراه اليوم مزدهراً يُظاهي في تطوره دول الجوار ويتمتع مواطنه بالحقوق والحريات والخدمات كما كان ملاذاً دافئاً لأهله من العراقيين الذين نزحوا من جميع أنحاء العراق خلال فترة مواجهة تنظيم داعش الإرهابي والتي كان للبيش مرقة الدور مع القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري فيها حيث اختلطت دماء شهداءنا الأبطال مع دماء أخوانهم من أبناء المحافظات الأخرى السيدات والسادة وبهذه المهمة التاريخية فإنني أتقدم بالتهنئة والتبريك لفقامة الأخ نيتشيرفان برازاني وبرلمان إقليم كردستان وجميع الفعاليات السياسية والاجتماعية وإلى أهلنا وشعبنا في كردستان العراق كما أتقدم بشكر الجزيل للجميع على حسن الضيافة وأسأل الله عز وجل أن يحفظ إقليم كردستان العراق وباقي أنحاء العراق وأن نعمل سويا على أن يكون قرارنا السياسي موحد في بغداد فكلما كانت بغداد قوية سيكون إقليم كردستان وستكون البصرة وستكون الموصل وستكون باقي المحافظات قوية وبأمان كلما كان قرارنا موحد سيشعر الجميع بالأمن والإطمئنان أكرر شكري وإن شاء الله سينعمل البلد بالأمن والاستقرار في ربوع الوطن الحبيب وأن يرحم الشهداء ويعافي الجرحى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لسيد رئيس مجلس النواب على كلمتي الآن مع كلمة السيد رئيس مجلس سيد رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق يلقيها بالنيابة السيد حميد الخزي فليتفضل بناوي بخشندو مهربان الرئيس دار سيروشي رئيس جمهورية العراق الفيدرالي السيدة السيد رئيس المحكمة الاتحادية المحترم السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراق المحترم السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب العراق المحترمون السادة السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية المحترمون السادة الحضور السلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته إنه لمندواع السرور أن نكون اليوم بينكم بمناسبة تسنُّم الإستاذ نجرفان برزاني منصِب رئيس الإقليم وحضورنا ممثلين عن دولة الرئيس الدكتور عادل عبد المهدي إذ نتقدَّم بهذه المناسبة بخالص التهنئة لمواطني الإقليم وحكومتهم والبرلمان مثمَّنين الدور الكبير بتمسكهم بالخيار الديمقراطي والنهج السليم في اختيار برلمان الإقليم بعد سنوات من معاناة الإضدهاد والديكتاتورية السيدات والسادة الأكارم لقد أولت حكومات العراق الجديد بعد نيسان من عام 2003 اهتمامًا كبيرًا بمفاهيم الديمقراطية والإزدهار والتقدُّم لجميع أبناء الشعب العراقي لا سيما في هذه الحكومة حيث نعمل على ترسيخ العلاقة الدستورية بين المركز والإقليم واحتبار الدستور الركيزة الأساسية لضمان وحدة العراق وسيادته والحفاظ على أمنه وسلامته لقد تجلَّت هذه العلاقة من خلال تخطِّ الأزمات ورص الصفوف أمام التحديات الأمنية الأمر الذي يضعنا أمام طريق تواصل نحو تعميق علاقة التنسيق بين بغداد وأربيل والمضي قدُمًا نحو مرحلة جديدة من البناء والإعمار الحضور الكريم نحن في الحكومة الاتحادية ندرك ضرورة الالتزامات المتبادلة بين المركز والإقليم وحل جميع الملفات العالقة وفق الدستور واستنادًا لطاولة الحوار والتفاهم وبهذه المناسبة نؤكِّد ضرورة إبعاد العراق عن الخلافات الإقليمية والأزمات الدولية والعمل على ترسيخ الحوار والتهدئة وضمان السلام والأمن لجميع دول المنطقة وفي الختام نتمنَّى دوام الموفقية للسيد نيجرفان بارزاني والنجاح في أداء مهامَّه لتوفير الخدمة والرفاهية لمواطنية الإقليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً لسيد حميد الغزي ممثل دورة رئيس وزراء جمهورية العراق على كلمته سماحت السيد أمار الحكيم رئيس تيار الحكمة فليتفضل لإلقاء كلمته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه الممتجبين أصحاب الفخامة والسيادة والمعالي والسعادة أصحاب السماحة والفضيلة والنيافة السيدات والسادة الحضور السلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته في البداية نهنَّ أخانا العزيز الأستاذ نيشيرفان برزاني بانتخابه رئيسًا لأقليم كردستان العراق ونشيد بالدور القياد المتميِّز للأخ الرئيس مسعود البرزاني الذي كان ولا يزال يُمثِّل قيادةً وطنيةً عراقيةً وكردية تركت بصمتها الواضحة في مسار الأحداث والتطورات العراقية ويُذكِّرُنا بأبيه الراحل الزعيم المُلَّ مُصطفى البرزاني وأخيه الراحل الكبير مام جلال الطلباني ونستذكر العلاقة التاريخية التي جمعت الإمام الحكيم بالمُلَّ مُصطفى البرزاني وبالشعب الكردي وفتواه التاريخية في الدفاع عن الكرد في تلك الظروف العصيبة التي تحرَّكت فيها جيوش السلطة الدكتاتورية ناويةً إبادة الشعب الكردي وكلنا ثقة بأن الرئيس نيتشيرفان برزاني سيواصل هذه المسيرة بنفس الزخم مع إخوته قيادات مختلف القوى الوطنية العراقية لا سيما وأنه ابن المرحوم إدريس البرزاني ذلك القائد الفذ الذي عُرِف بدماثة خُلُقه وعلاقاته الاجتماعية والسياسية المُتميِّزة في كل شبرٍ من هذا الوطن هناك تاريخٌ يمتدُّ لآلاف السنين وفي كردستان العراق تحديدًا يوجد تاريخٌ معبَّدٌ بالتضحيات والنضال والألم والأمل إن علاقة الكرد بهذا الوطن لا يمكن النظر لها من زاوية اتفاقية سيفر أو لوزان أو الجزائر أو غيرها من الاتفاقيات فحسب ولا يمكن النظر لها من زاوية نظام الحُكم في العراق ملكيًّا أو جمهوريًّا ديكتاتوريًّا أو ديمقراطيًّا بل لا بد من النظر إليها من زاوية متعدِّدة وعميقة وشاملة تأخُذ بنظر الاعتبار ذلك التاريخ والجوغرافيا فالعلاقة بين كردستان والعراق أكبر من الحكومات أو الشخوص فالحكومات تتغيَّر والشخوص يرحلون ولكن الوطن والشعب باق إن إقليم كردستان العراق وبالأخص أربيل التاريخ والحضارة كانت وستبقى محطة فخر واعتزاز العراقيين جميعًا بتاريخها النظال في الأمس القليل وبتألُّقها العمران والخدم في حاضرنا اليوم فما شهيده إقليم كردستان العراق في السنوات الأخيرة من تقدُّمٍ وتطوُّرٍ في مجالاتٍ عديدة يُعتبرُ مثالًا حيًّا يُحسَبُ لحكومة وبرلمان إقليم كردستان ولطالما أكدنا على ضرورة الاستفادة من التجربة الكردستانية وتعميمها على باقي محافظات عراقنا الحبيب في الوسط والجنوب والغرب إن هذه التجربة المميَّزة لها مقوِّماتها وعواملها الأساسية التي ساهمت في إنجاحها وتألُّقها ومن أبرز هذه المقوِّمات هو التكاتُف والوحدة ورصُّ الصفوف السياسية داخل إقليم كردستان من جهة وبين الإقليم والمركز في بغداد من جهةٍ أخرى فالبناء والتطوُّر والإزدهار لا ينمُّ في عواصف الخلاف والنزاع والتحديات والمخاطر لا تواجه بيدٍ واحدةٍ من دون الأخرى وهذا ما نتمنَّاه ونأملُ أن يكون ذا أولويةٍ قُصوى لدى أخينا الأستاذ نيشيرفان البرزاني من خلال موقعه البارز والمهم وهو شخصٌ معروفٌ بفطنته واعتداله وحرصه على الوحدة والتكاتُف والتواصُل بين العراقيين جميعًا فالسليمانية وادهوك وأربيل وحلبشة وجميع مدننا ومحافظاتنا العراقية نسيجٌ متنوُّعٌ ومتكامل لا يمكن التفريط بأحد مكوناته أو تجلياته السياسية ضمن منطق التسابُق أو التنافس تميُّزُنا بوحدتنا وتألُّقُنا بتكاتُفنا وأخوَّتنا في البيت الواحد فالله الله بوحدة أقليم كردستان والله الله بدماء شهدائنا وتضحياتهم والله الله بوحدة العراق وشعبه إن التزاور والتواصُل الشعب اليوم الذي يشهده أقليم كردستان العراق من جميع محافظات الوسط والجنوب يعبِّر عن صورةٍ حيَّة للتلاحم الوطن بين شعبنا حيث نرى في هذه الصورة كيف يجتمع العراق العربي من البصرة والأنبار مع أخيه العراق الكُرد في السليمانية وأربيل بروحٍ واحدة ملُؤها التراحم والتواصِي والاعتزازُ بتنوُع هذا البلد وأواصِره الاجتماعية الوثيقة وهو ما يُؤكِّد أن الخلافات التي تطفُو على الساحة السياسية بين فترةٍ وأخرى لا تمُتُّ لهذا التلاحم العراقي بصِلة وليست هي المظهر الحقيقي للصورة العراقية الحيَّة وللأسف إعلامنا المحلِّ يتحمَّل المسؤوليَّة في عدم إظهاره لهذه الصورة الوحدويَّة بحجمها وعمقها الواقعي من خلال تركيزه على مساحات الخلاف وتضخيمها على حساب مظاهر الوحدة والتلاحم بين شعبنا في الإقليم والمركز وهذا لا يُلغي المسؤوليَّة الكُبرى على السياسيين أيضاً فبدلاً من أن نُجيد فن التواصُل والمُعالجة بدأ البعض منا يتلبَّسُ فن الخلاف والتعقيد للأسف الشديد شعبنا ينظر إلينا ويترقَّب حراكَنا السياسي جيدًا ويتفاعل معه فإن أحسننا الإدارة والدفَّة السياسية جيدًا كانت النتائج طيبةً ومُفرِحة لدى شعبنا وإن أسأنا التصرُّف لا سمح الله وابتعدنا عن الحكمة والرويَّة في تقدير الموقف والتعامُل معها عرَّضنا أمن شعبنا وسلمه الاجتماعي للخطر وهدَّدنا بذلك استقرار البلد وازدهاره فداعش وما خلَّفه من مآسي وأضرار ما زال جُرحُه لم يندمِ البعد ولولا عواصِف الخلاف وتفاقُم مساحات الاختلاف السياسي لما تمكَّن داعِش الإرهاب بفلوله المُتطرِّفة من احتلال مُدننا الآمنة حتى وصلت الجُرأ به في أن يُهدِّت قلعة أربيل الأبية فالإرهاب وداعش وأخواتُه يعتاشون على بيئة الخلاف والتناحُر وينتهزون فُرص نفوذهم عبر استغلال مناخ النزاع والصراع بين الشعوب المنطقة وهنا أُذكِّر بأنَّ داعِش ومن يقف خلفه من أجنداتٍ خارجيةٍ لا تُريدُ الخيرَ بالعراق لا يسُرُّه اجتماعُنا هذا بل لا يرغب بأي مظهرٍ سياسيًّا عراقيٍ وحدوي يدُلُّ على التلاحم والتكاتُف الوطني نقول لهم بكل وضوح لقد عشنا منذ القدم معًا وتعرَّضنا للظُلم والإضطهاد معًا وناظلنا معًا وقدرنا أن نبقى معًا ونحنُ سُعداءُ بهذا القدر لذلك أدعُو من خلال هذا الحفل الكريم ومن كردستان العزيزة إلى جملةٍ من الأمور يجب علينا جميعًا تدارُكها والعمل عليها سريعًا أولًا تصفيرُ نُقاط الخلاف بين قوى الإقليم وبين الإقليم والمركز بروحيةٍ وطنيةٍ عالية وبحرصٍ وإيثارٍ قياديٍّ مسؤولٍ من الجميع فمرحلتُنا حساسة والأوضاعُ التي تشهدُها المنطقَ حَرِجَ جدًّا ومُتوهِّمٌ من يعتقد أن هناك من يستطيعَ أن يسلمَ من آثار الأزمات وعواقِب الصِّراح فالعراقُ كالجسد الواحد إذا اشتكَى منه عُضُّ تداعَى له سائرُ الأعضاء بالسهر والحمَّى هذا ما تحدَّث عنه التاريخ والجُغرافيا وما خطَتُه لنا تجارُبُ الأمس من دُروسٍ وعِبر إن معيارَ العيش المُشترك له أفضلُ المعايير في تكوين الشعوب وتشكيل الدُّول وكلُّ المعايير الأخرى في تأسيس الدُّول على أُسُسٍ قوميةٍ أو عِرقيةٍ أو غيرها تراجَعت أمام أفضلية العيش المُشترك وهذا هو حالُ معظم الدُّول في عالمنا اليوم إن الخصوصية التي حظِيَ بها إقليمُ كردستان بموجِب الدُّستور تُعدُّ أكثرَ تميُّزًا وفرادةً واتساعًا ومُراعاةً للتنوُّع قياسًا بالخصوصية في الدول الفيدرالية الأخرى إذا كانت هناك ثمة مشاكل في الدُّستور أو في تنفيذه فعلينا أن نتفِق على تعديله أو تصحيح مسار التنفيذ ضمن السياقات الدُّستورية والقانونية لذلك أدعُ إلى طيِّ صفحة الماضي لذلك أدعُ إلى طيِّ صفحة الماضي وإلى حُلُمٍ كرديٍ جديد وهو العيشُ ضمن هذا الوطن وتقاسُم ثرواته بعدالة والنُّهوض به والحِرص على إعماره والزِهاره وسيادته واستقلاله فأحلامُ الأبناء ليس بالضرورة أن تكون ذاتُها أحلام الآباء لأن الظروف تتغيَّر والشعوب تتطوَّر المادة 140 وقانون النفط والغاز والمنافِظ الحدودية والموازنة الحكومية وغيرُها وغيرُها ملفاتٌ ما زالت تمثِّلُ محطَّاتٍ حقيقيَّة لإفتعال الأزمات بين الإقليم والمركز بين الحين والآخر وهو ما يستوجِبُ حلُّها وتصفيرُها بجهودٍ وطنيةٍ خالِصةٍ للعراق وشعبه وعلى مجلس النواب الاتحادي وبرلمان الإقليم اعتبارُ ذلك أولويَّةً قُصوى سيُسجِّلُها التاريخُ لهم بكل فخرٍ واعتزاز كما وأدعُو بعدم السماح مُطلقًا لتدخُل الآخرين بشؤوننا الداخلية فلسنا قاصرين ولن نكون هدفًا لمغانِمَ خارجيَّة تسعى لإدامة واستغلال الثغرات وفقًا لمصالحها الخاصة العراقُ كان وسيبقى سيِّدًا بنفسِه ولا وصاية لغيره عليه ولن نسمح بذلك ثانياً مواجهةُ تحديات الأمنية الداخلية بوعيٍ وحكمة وبتنسيقٍ عالي المُستوى بين الإقليم والمركز فالنصر العسكر الذي تحقَّق على داعش الإرهابي لم يكن لولا تكاتُ في الإقليم والمركز معًا والحفاظ عليه مسؤوليةٌ تضامنيةٌ بينهما أيضًا فمدننا المُحرَّرة تنتظر إعادة الحياة والإعمار إليها وأهلنا النازحون ينتظرون بفارغ الصبر الرُّجوع إلى ديارهم وقُراهم التي أُبعد عنها ظُلماً وعدواناً وهذا لا يمكن أن يتحقَّق من دون إدامة النصر والحفاظ على المُنجز الأمني والقضاء على الخلايا النائمة للإرهاب وتغليب الإيثار الوطني على الخلاف السياسي فما شهدناه مؤخَّرًا في كاركوك وديالة وحزام بغداد خطرٌ يُهدِّد الجميع ويُداهم أمننا الوطني يتطلَّب معالجةً فورية ثالثًا توحيد الموقف العراق الوطني تجاه أزمة الصراع القائم في المنطقة إن الموقع الجيوستراتيجي المهم الذي يتمتَّع به العراق في المنطقة والذي جعله محطة تلاقي وارتكاز الأمم الأربع الأمم العربية والأمم الفارسية والأمم التركية والأمم الكردية إن هذا الموقع المهم يُحتِّم علينا موقفًا وطنيًا واضحًا وموحدًا في الوقت ذاته وهذا الموقع الحيوي لم يأتي لولا الأهمية الجغرافية والتاريخية لبغداد والبصر والموصل وأربيل وسائر المحافظات العراقية الأخرى فالسرُّ قوة العراق ومكانته الدولية هو في تنوُّعه الجغرافي والاجتماعي وعمقه الحضاري والثقافي وهنا أُحذِّر من أيادٍ خفيَّة تُحاولُ أن تستهدِف قوة العراق عبر تفريق كلمته وموقفه الوطني وهذا هو الخطر الأكبر الذي يُهدِّد أمننا الوطني ويعرض العراق لمخاطر كبيرة تُهدِّد سلمه وأمنه الاجتماعي يجب علينا الالتفاف ضمن قرار الدولة العراقية عبر المشاركة الفعال والإيجابي في صناعته وبالورَة موقفٍ وطنيٍّ ومسؤول يحترِمُ هيبةَ الدولة ويحفِظُ مصالِحَها العُليا ويستثمرُ الإقبال الإقليمي والدولي لمساعدة العراق والاستمرارُ في دعم كل الجهود الرامية نحو تغليب لغة الحوار البناء والابتعاد عن منطق التدخُّل بشؤون الدول ونبذِ استخدام منطق العقوبات الاقتصادية التي لا تجلِب لشعوب المنطقة غير المآسي والويلات وفي الختام أُجدِلُ التهاني والتبريكات لرئيس إقليم كردستان الأستاذ نيشيرفان بارزاني مُتمنيًا له كل التوفيق ولأهلنا في كردستان العزيزة الأمن والاستقرار والتألُّق كما عهدنا لها ذلك دوماً تحيَّةً لشُهداء العراق ولسيما شُهداء قواتنا المُسلَّحة من الجيش والشرطة والحجر الشعبي والعشائري والبيشمرقة تحيَّةً لشهيدين الصدرين وشهيد المحراب وعزيز العراق ومُلَّ مُصطفى البرزاني ومام جلال الطالباني وجميع القيادات الوطنية المُخلِصة التي خدمت هذا الوطن تحيَّةً لأبناء شعبنا العراقي بكل مكوناتهم وانتِماءاتهم القومية والدينية والمذهبية والمناطقية تحيَّةً لمراجعنا العظام ولاسيَّم المرجع الأعلى الإمام السيد السيستاني ذا مضِلُّه وتحيَّةً لكم جميعًا الساد والسيدات الحضور في هذا الحفل المهيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً لسماحة السيد عمار الحكيم على كلمته السيد خميس الخنجر رئيس تحالف المحور فليتفضَّل لإلقاء كلمته بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب السيادة والمعالي والسعادة والنيافة السيدات والساد الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جئت هنا اليوم مباركًا لأهلي في كردستان العراق على نجاح نموذجهم الديموقراطي في الحكم والإدارة جئت مهنِّئًا للرئيس والرمز التاريخي الذي لن نستغني يوماً عن حكمته وتجربته ونصائحه الأخ الرئيس مسعود البرزاني صاحب المواقف الإنسانية الكبيرة وجئت مباركًا للأخ والرئيس الجديد الأستاذ نيجيرفان البرزاني على فوزه بحب شعب كردستان وحصوله على أصوات برلمان الإقليم متمنيًا له التوفيق في مهمته وهو يواصل طريق الملَّ مصطفى البرزاني في قيادة الإقليم إلى النجاح والبناء خالص التهاني لأخي الأستاذ بسرور البرزاني بهذا النجاح ولكل شعب كردستان العزيز الأخوة والأخوات جميعًا يقف العراق اليوم أمام تحدياتٍ كبيرة تنتظر جهودنا جميعًا لحلحلتها ومُعالجتها بكل ما نستطيع من قوةٍ وعزب تتطلَّع إلينا كل مدينةٍ عراقية بل كل شبرٍ من التُراب العراقي من أجل الخلاص والعبور إلى مرحلةٍ أكثر استقرارًا وأمناً وعدلًا ورفاهية مسؤولياتنا كبيرة أمام الله وأمام الشعب وأمام التأريخ بأن لتكاتف يدًا واحدًا ونعمل كفريقٍ واحد خدمةً للشعب المُثقل بالآهات والمُتطلَّع إلى المستقبل بالآمال العريضة ويدُ الله مع الجماعة جماعةٌ في القول والفعل تُسخر كلَّ إمكاناتها من أجل إنجاح حكومتنا بكل السبل ورئاساتنا الثلاثة في بغداد جماعةٌ تمُدُّ يدها للإقليم في صُنع نموذجٍ فدراليٍ متقدِّم ضمن العراق الواحد وفي الختام أصدق الأمنيات بالنجاح والتقدُّم للإقليم ورئاسته الجديدة وحكومته الجديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً للسيد خميس الخنجر على كلمته الضيوف الكرام وأعضاء برلمان أقليم كردستان أما الآن الفقرة الخامسة من برنامج اليوم وهو كلمة رئيس أقليم كردستان نيشيرفان إدريس مصطفى بارزاني فليتفضل لإلقاء كلمتها شكراً جزيلاً السيد الرئيس مسعود بارزاني السيد دكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الفيدرالي السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي السيد مولود شاويش أولو وزير الخارجية التركي السيد سامر السبهان وزير الدولة السعودي ليشون الخليج السيد رئيس برلمان أقليم كردستان السادة السفراء والقناصل والدبلوماسيين والقادة والسياسيين وشخصيات السادة الحضور والضيوف العزاء في العراق من بغداد شرفتمون بزيارتكم أرحب بكم جميعاً طاب يومكم سعيد جداً أن أرى مشاركتكم هذه في هذه المراسيم أيها السادة الحضور رئيس برلمان أقليم كردستان وأعضاء برلمان كردستان وممثلي أقليم كردستان بجميع توجهات شكراً جزيلاً أنتم كممثلي شعب كردستان وصوتت لي ككون كرئيس لأقليم كردستان في الأربع سنوات المقبلة شكراً جزيلاً لجميع وللذين صوتوا وللذين لم يصوتوا أيضاً وللذين لم يذهبوا إلى صندق الاختراع أيام التصويت أشكر الجميع بدون استثناء فرداً فرداً وبرغبته وتمثيل الصوت وحسب كل الأحزاب الذين يمثلون شعب كردستان في البرلمان وفي هذا الوقت هذا مكسب عظيم وكبير في العملية السياسية في أقليم كردستان شكراً لإحطاء الثقة شكراً جزيلاً في هذا في مثل هذا اليوم وأثناء التحضير لهذا الواجب الجديد ويستحضروني الكثير من الذكريات المؤلمة والجميلة وقد زرعوا في أحاسيس وفي جثور أعماق كل واحد ويجب أن لا ننسى كي نستفيد من هذه التجارب وهذه الذكريات وبعض الأحداث منها جميلة ومؤلمة كل هذه الذكريات تعيش في عملنا اليومية وكان أكثرها إيلاماً هجوم تنظيم داعش الإرهابي على قرى بعض القرى وقصبة أقليم كردستان وتفكيرهم وجرائمهم وارتكابهم بهذه الجرائم وقد هزوا العالم كان هناك لم يتبنى أحد بأن يكون هناك جرائم بهذه البشاعة وبهذا الحجم الكبير من العنف وبهذه القسوة والجرائم التي اقترفت أو ارتكبت بحق الجميع وظنوا هؤلاء الإرهابي أنهم سينتصرون السيد الرئيس مسعود بارزان كان له دور رائد ورئيسي ومؤثر في التصدي لهؤلاء الإرهابيين وأيضاً للقضاء عليهم وجنابه وسيدته كالقائد العاملية القوات المسلحة وبكل قوة شارك بشكل مباشر في الصفوف الأمامية في جبهات القتال وليلاً ونهاراً كان ساهراً في سبيل الدفاع عن أرض أقليم كردستان وكما أهدناه عندما كان في السادسة عشر من عمره عندما كان يدافع عن حقوق وتراب أرض أقليم كردستان والعراق وأيضاً أثبت للعراق وللعالم أجمع في هذه المرحلة الصعبة إضافة إلى الدور الكبير المؤثر في البشمرقة أيضاً شخص الرئيس مسعود بارزاني وخلال عمره الخمسة وخمسين سنة من النضال والقيادة والثورات والمشاركة في الثورات بحكمة ودراية كبيرة في كل الثورات وقد أوصل الأقليم إلى بر الأمان وفي هذا اليوم الذي نشهده وكما نشهد هذه العملية الديموقراطية نتاج تلك التضحيات وأيضاً لجهود رئيسي الرئيس مسعود بارزاني وأيضاً إيصال الأقليم إلى الديموقراطية وبعد الانتفاضة أيضاً معاناة التسعينات وفي اجتماع جماهيري كان لأول مرة رئيس مسعود بارزاني قد دعا إلى قيادة الأقليم عبر انتخابات ديموقراطية ويكون لهم ممثلون أو ممثلين في البرلمان وأيضاً قيادة الرئيس مسعود بارزاني إلهام لنا نحو مستقبل مشرق دائماً ومثال نحتذي به البيشمرق بالتعاون هو التنسيق مع قوات التحالف الدولي بقيادته الولايات المتحدة الأمريكية بتنسيق أيضاً مع القوات العراقية من الجيش والحجد الشعبي انتصروا في تحرير المناطق التي احتلتها داعش كلنا جميعنا وحينا وقدمنا تضحيات في سبيل الحرية والأمان وحقوق العيش وحقوق شعبنا تحياتنا لجميع الشهداء ولذوي الشهداء أيضاً ونتمنى للجرح الشفاء العاجل وسلامي للبيشمرق والقوات العراقية من الجيش والحجد الشعبي والذين كان لهم دور تاريخي كبير أيضاً في أثبت للعالم وفي الكردستان ودفاعنا عن العراق كان دفاعاً عن الإنسانية كان دفاعاً عن حقوق العيش بحرية وبكرامة ودور كبير في التصدي لداعش كان للبيشمرق لهم دور كبير طبعاً في القضايا الستورة وسلام خاص وبلا حدود لهذه القوات قوات الكردية البشمرق وقوات التحالف وجميع الدول التي شاركت في هذه الحرب والذين كانوا داعمين أيضاً ومتعاونين للسلام والحرية في أقليم كردستان وفي جميع العراق أثبتت قوات البشمرق أنه دائماً أن يكون مدافعاً عن الوطن أو البلد وبكل ثقة أيضاً وتنظيم قوات البشمرق ويكون قوة نظامية وله حقوق وسحصان الحقوق وشكراً لقوات التحالف كان لهذا الهدف قوات التحالف لهم دور أيضاً أشواء السادة الحضور أقليم كردستان كأقليم فدرالي أثبت أنه جزء مؤثر وفعال في المجتمع الدولي وله دور كبير في الاستقرار الاقتصادي والسياسي أيضاً والأمني وهذه الثقافة الموجودة أثبت لكان له دور كبير للعالم وانعكس إيجاباً على أقليم كردستان لذا في المرحلة المقبلة أيضاً بالتعاون والتنسيق واهتمام أكثر بعلاقات أقليم كردستان مع العراق والدول المنطقة الجارة وأيضاً ولهذا الهدف وعلى أساس المصالح المشتركة وتقدير المقابل ونمد يد العون يمد يداً أيضاً لتعاون إلى جميع الجهات وعلى هذا الأساس وللعالم أيضاً وأغلب الدول نمر بمرحة حساسة جداً ومجتمعنا أيضاً الكردستاني يدعو دائماً إلى السلام أيضاً ودائماً في كل أوقات لا نقل من المشاكل وصراعات سياسية وعلى مستوى أقليم كردستان كنا دائماً في ثقافتنا السياسية والعداد الموجودة كنا أكدنا على ومن الآن فصاعداً ومن الآن وصاعداً يجب أن نكون موحدين وهذا ليس كمطلب صعب وباستطاعة الأحزاب السياسية الكردستانية وبالتأكيد هذا مطلب جميع الأحزاب السياسية الكردستانية توحيد البيت الكردي وأيضاً رغم اختلاف وجهات النظر ونعم هناك هناك صراعات سياسية هذا شيء طبيعي وظاهر صحي ولكن أدعو لأجل أن يكون ليس على حساب وحدة صفنا وأيضاً يجب أن نفكر بشكل عملي في تأسيسي لإيجاد حلول وأيضاً إيجاد مستقبل المشرق ليكون الوطن جامعاً لجميع المكونات وجميع توجهات بكل أطيافهم وتوجهاتهم وتقوية المجتمع نحو مستقبل المشرق أدعو وأتمنى كوني كرئيس أقليم كردستان أن نعمل جميعاً لحزب كانمان لأمولاته نعم معاً نتجه لإيجاد حلول على مستوى الأقليم والعراق ومع الدول المنطقة وأيضاً دول الأصدقاء ومع المنظمات الدولية إيجاد وضع جديد ينسجم مع بلدنا وتجه نحو الأمام ولدي ثقة أن خارطة الطريق سنضع هذه الخارطة مع خارطة الطريق بين الأقليم والمركز وكيف وماذا يحتاج بالتأكيد سنبدل كل الجهود في سبيل ذلك يجب أن نكون مع الحكومة الاتحادية الفيدرالياء يجب أن نعمل معاً مع الحكومة لإيجاد حلول مشتركة في إطار الدستور العراقي هذا الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي وكان يحلم به لعشرات السنين ليكون أساساً وثيقة يصان فيه جميع حقوق الشعوب العراقي في إطار نظام حكم ديمقراطي دستور الذي صوت عليه أغلبية الشعب العراقي دستور الفيدرالي الذي يقوم بتنفيذ جميع الموات والفقرات ويكون ضامناً للعيش المشترك والحوار وأيضاً تقوية العملية السياسية في العراق نحن نتمنى أو كنا نتمنى أو كنا نتفق بهذا الدستور ولكن مع الأسف لم يطبق هذا الدستور بشكل صحيح ويكون أساساً للشعوب العراقية الذين كانوا يحلمون بهذا الدستور هذا العراق الجديد الذي حاول أقليم كردستان بكل مؤسساته أن يكون مشاركاً أو مشاركاً في الدفاع عن العراق ففي عراق اليوم ليس هناك بديل سوى هذا الدستور وبتجربة حقيقة رأيناها يجب تطوير هذا أو كان هناك بعض المقاصة والمحاولات بقصة أو غير قصة لإيجاد مشاكل وعدم التوافق ولكن بالحوار والتفاهم المشترك مرة أخرى دستور نوحي هذا الدستور نبث فيه الروح وبدون أي تفريقة لطبقه وللحفاظ وكي لا يتكرر مجازر شنغال وظهور تنظيم آخر في العراق مرة ثانية لكي يكون العراق وأقليم كردستان في حالة استقرار أمن وسلام بعيداً عن الإرهاب وإبعاد أي فكر متشدد أو إرهابي ومتعاونين نكون بشكل مشترك لقضاء على هكذا أفكار أيها الحضور الكريم وفي التاريخ القديم وأيضاً في الأمس القريم كان هناك تربة من القتال وتأثر على اقتصادنا وكان هناك من دعاة الحرب وأن الحرب يؤثر على الجميع ونتذكر هجوم حزب البعث وكيف كان على الإيران وتداعيته على الكويت كان هناك ضحايا لأناس سالمين اقتصاد البلد انهار وأيضاً استخدام الأسلحة الكيميائية وتطبيق سياسة النظام ولحد الآن أناس في قليم كردستان وفي العراق يدفعون ثمن تلك السياسات الخاطئة لتداعيات هذه السياسة ولا نظر إلى متى ستنتهي ولكي تضميت هذه الجراحة والأيام وليس بدافع الانتقام وإنما بدافع العيش المشتركة أيها الحضور أيها الكردستانيون العزاء لكي لنكن صريحين جداً وبشعور وطني نخطو خطوات جدية لوضع خارطة طريق مشتركة لنظام حكم بدون أي تفريقة ومع كل توجهات المختلفة أيها الشعب الكردستاني وأيضاً لإظهار الشخصية الكردية وأيضاً الشخصية الكردستانية لم يعطي أيضاً فرصة أن يكون سياسات النظام البائد يكون حرباً بين الكردي والعرب لم يسمح بذلك الشعب الكردي مرات عديدة يتساءل أن العراق غني بالثروات ولكن ولكي نثبت أيضاً أننا نحافظ على الحياة وحياتنا أيضاً في جميع الأصعاد أيضاً حياة هم من كل شيء على مستوى الأقليم كي نطبق سياسة السلام والعيش المشترك والازدهار للاقتصاد والسياسي أيضاً وخطوات سريعة لإيجاد بدائل بعيداً عن السراعات أو الاختلافات وفي النهاية سنكون جميعاً مسؤولين أمام أي تغيير أو أمام أي شيء سلبي لذلك الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب كردستان نحن في وقت نحاول إيجاد وتطبيق السلام الأمن في أقليم كردستان أيضاً نحاول أيضاً إيجاد علاقات أخرى مع أصدقائنا ودول المجاورة ويجب أن لديهم أيضاً مصالح مشتركة ولديهم مصالح سياسية أيضاً والمصالح المشتركة في إطار قانوني دولي ودستوري ودبلوماسي لكل دولة وفق بالتأكيد واجب رئيس أقليم كردستان أن يخلق الفرصة وهي الفرصة لإيجاد هذه العلاقات مع دول المجاورة وتطوير التجارة والاقتصاد وتطوير وازدهار لعلاقات الدبلوماسية وإيجاد حلول للمشاكل العالقة بين الطرفين ولن يكون خطراً على العراق وإنما أيضاً لإيجاد علاقات وتوتيد العلاقات بين الجانبين أيها الحضور حفاظ على علاقات أقليم كردستان مع القوى الدولية أيضاً استقرار للجميع ينشد ويدعو إلى هذا وهذه واجبات رئيس أقليم كردستان كلنا نعلم أيضاً تعاون الجهات القوى الدولية وكان يحاول داعش أن يضرب اقتصاد الأقليم ولكن قوة التحالف الدولي استطاعوا بالتعاون مع أقليم كردستان شكراً جزيلاً فرداً فرداً الذي لكل شعب كردستان وتحملهم للظروف الصعبة أيضاً وفأتفاهمهم لهذه الظروف الصعبة من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية وهذه المراحل ولكن بافتخار تجاوزوا هذه المراحل أو التجارب التي مرت كانت تجربة تجارب يجب أن نجمع على أن كل مجتمع متحضر أن نعرف تربي كل خلافات ولكن هذه الخلافات أيضاً لن تكون عائقاً عمام الحفاظ وتطوير والحفاظ على مصالح العليا لشعبي كردستان ونحن نستحق أن إيجاد مستقبل المشرق ومجتمع متحضر وأيضاً اعتراف بخلافاتنا واختلافنا أيضاً أن يكون على حساب أقليم كردستان والمصالح العليا المشتركة نجاح الأجيال المقبلة على جميع الأصعدة العلمية والاجتماعية وعلاقات الإنسانية لتطوير مجتمع الكلسي نحو غد المشرقة نحن بحاجة إلى خطوات جدية في الحفاظ على الطبيعة والبيئة ووفق المسؤولية الملقات على عتقنا أيضاً أن يكون البيئة المصدر الرئيسي ويكون المتضرر أيضاً ويكون أوفياء لأيضاً للأجيال السابقة الذين ضحوا في سبيل هذا البات وأيضاً للوصول أيضاً إلى الأهداف المرجوة كرئيس لأقليم كردستان سأهتم كثيراً وبانحلال المصدر بشكل جدي أيضاً أيضاً أكلف رئيس الحكومة الجديدة وأعضاء الكابينة الجديدة ليكونوا مسؤولين أمام المسؤوليات الملقات على عاتقهم في الكابينة الجديدة ويكونوا ناجحين أيضاً في أداء مهمهم وهذا النجاح سينعكس علينا جميعاً مرتين ثانية وأكيد لجميع الكردستاني العزاء أن رئاسة أقليم كردستان سيكون الجامع بين جميع الأطراف الكردستانية الدينية والإثنية وبمختلف تسمياتهم وبمختلف التوجهات الفكرية والحزبية بشكل سلمي أقليم كردستان ملك لجميع الكردستانيين بجميع اختلافاته رئاسة أقليم كردستان سيكون حامياً لجميع الحقوق الكردستانيين بدون استثناء بدون تمييز وسينظر بعين واحدة مرة ثانية أؤكد لكم أن الاستقرار والسلام وضمان حقوق المجتمع سيكون من أولوياتنا وعن طريق الحوار ومعالجة جميع المشاكل بين أقليم كردستان والحكومة والاتحادية في إطار دستوري وأيضاً المحافظة على علاقات متطورة مزدهرة مع علاقات مع الدول المجاورة والحفاظ على مكانة أقليم كردستان القوية على مستوى الأقليم والدولي ونحاول بشكل جدي لاستحصال الحقوق الدستورية لشعب كردستان وجميع الحقوق وفق المبادئ الدولية للمجتمع الكردستاني وعدم إبقى أي مظاهر للعنف وتقبل الآخر في مجتمع أو في بلد يكون بلد الجميع والصاحب كل فرد يشعر بانتمائه لهذا الوطن ولدينا سماء واحد ولدينا مستقبل واحد ومصير واحد شكراً جزيلاً لجميع الرؤساء في أقليم كردستان والعراق وفي أي بقعة كانت سواء كانت بشكل مباشر شاركة أو ببرقية ورسالة مرة ثانية شكراً جزيلاً لحضوركم أتمنى لكم النجاح وأتمنى لكم يوماً جميلاً شكراً جزيلاً شكراً شكراً جزيلاً لرئيس أقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني وهذه الكلمة القيمة كون خاطة طريقين على مستوى أقليم كردستان والعراق أيضاً باسم هيئة رئاسة برلماني كردستان وباسم جميع أعضاء برلماني كردستان نبارك مرة ثانية لسيد نيتشيرفان بارزاني كرئيس لأقليم كردستان وناده من الله وذمنى له أن يكون موفقاً موفقاً في أداء مهامي في الحفاظ على كردستان ويمثل جميع الشعوب الكردستانية بدون تمييز على مستوى المحلي والخارجي أيضاً بالتعاون مع السلطات الاتحادية وعلى مستوى أقليم كردستان أيضاً أعضاء برلماني كردستان قبل أن نعلق جلستنا نود أن نعلقنا الفقرة الأخرى لجلستنا سيكون يوم غد في مبنى برلماني كردستان وسستستمر جلستنا يوم غد لذا ندعوكم أن تكونوا متواجدين في المكان والوقت المعلن عنه لاستمرار البرنامج اليوم وذلك لتنصيب وترشيح رئيس حكومة تقليم كردستان وبحسب أحكام الفقرة الثالثة من المادة السادسة والخمسين من قانون انتخابات برلماني كردستان لسنة 92 المعدل السادة الأعضاء برلمان وجميع شكراً جميعاً ونشكركم على حضوركم والآن هنا نأتي إلى ختام جلستنا لهذا اليوم شكراً جزيلاً لكم وللجميع شكراً جزيلاً لكم 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 موسيقى شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم موسيقى وأيضاً كلمة سيد عمار الحكيم رئيس اتلاف الحكمة وكلمة خميس الخنجر وكذلك كلمة نيشيرفان بارزاني كانت الختام أيضاً في هذا اليوم المليء بالأحداث الكردستانية أنا وشيلان محمد كنا معكم في التقفية المباشرة شكراً جزيلاً لديار بكر كان معنا في التقديم الصباحي وزميلتنا أيضاً دلشين كانت معنا وكل المشاهدين شكراً جزيلاً لكم لكل الكادر الذي وكبنا لنقل هذه الأحداث التي كانت زاخرة بالجديد والتطورات شكراً جزيلاً لكم إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة